موسيقى برحب بشباب سنوية عامة أهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل احنا المرة اللي فاتت يا شباب كنا اخدنا الكاربوكسيليك أسد خلصنا كل ما يخص الانتروداكشن والنومنكليتشر ودخلنا على الأليفاتك كاربوكسيليك أسد وخلصنا الدنيا بتاعتها بالأروماتيك اللي هو البنزوك أسد وكان موضوع لزيز وجميل بوصيكو على الفيزيكال بروبرتز من أول حتة الألخل لغاية الأستر تاك كار علشان اللاعب كله هيبقى هنا واحنا تناولنا الموضوع بأقصى الطرق وأصعبها اللي هو لعب الترتب من الـ المفروض كان الفيديو اللي فات في آخره يعني كان حصل شوية تعب يعني فقلت إن أنا حكمل الفيديو بتاع اليوزز إن شاء الله في مقطع لوحده خلينا نبدأ مع بعض أنا كنت صورت جزء منه بس ماكملش فنبدأ كده في الـ طيب أدا كاترة إحنا في صفحة 381 أورجانيك أسدز إن أور لايف استخداماتها بقى التوبيك ده تكتب عليه توب إمبورتانت وفيه إجزامبلز معينة حشاورلك عليها باي نيم حتكتب مية في المية متحاني رقم واحد احنا تعرفنا على الفورميك أسد اللي هو كان HCOOH القصة بتاعته إن جاية من الفورميكا خط الدفاع الأول للنمل بحيث إن هي بتفرزه ده عبارة عن أسد لما يجي عدو يهجم عليها بتقرصه جامد جدا فالعدو بيهرب منها فورميك أسد is naturally secreted by ant to defend itself صح ده اللي شرحناه وبنطلع الفورميك أسد بنجيب النمل عش النمل كده بنجيبه نتحانه ونسحانه نقتله ندغدره شايف الجرم التاع كمية نتحانه 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 لغات ما يقلي بليكويد لا الياي دي خليك على جنب في اليوزز عشان فيه بس شوية حاجات انت مش قده وانت عاملة زي الباسكوتة فامتنع عن السماع فبنعمل بقى الليكويد اللي طلع ده احنا عايزين الفورميك أسد dry distillation عند درجة حرارته نطلع الفورميك أسد نكونه نستخدمه في واحد سباغات كتير جدا دايز بيرفيومز اللي ريحة حلوة أدوية انت متخيل مش عايزة أرغف التوبك ده كتير اللي بعده الخل بقى احنا اتفقنا ان الاسيتيك أسد يا دكتور يا عظيم يا عالمي اللي احنا عندنا في البيت الاسيتيك أسد اللي احنا عندنا في البيت الفينيجر ده الفينيجر اربعة في المية بس تمام فهو لا حراء ولا يتعبك ولا الكلام ده كله بس انا عايز اكلمك على البيور اسيتيك أسد بقى بص نسبته مية في المية بيسموه ايه جليشيال اسيتيك أسد تكرم الكلمة دي جليشيال اسيتيك أسد يعني خل اسيتيك أسد مية في المية مية في المية ليه سموه جليشيال قصة حلوة جدا جليشيال جاية من كلمة جلاس جلاس كلمة فرنسي ما انا قلتلك محتاج الفرنساوي النهاردة فرنسي بالكلمة دي جلاس يعني اسمها ايس يبقى واضح ان فيه انه في الكحول ده قالك اقرى كده معي تقرى تفهم تقرى تفهم واسترح مش عايز مجهود استرح بيور اسيتيك أسد مية في المية هزا بانجينت اودر ده ريحته يا معلم لو دقرش مهما ده اللي هو بتاع المواقف بتاع المعمل البهاي من اللي بتسيب لنا الازايز مفتوحة بنخش بالله ريحت وندمع زي البصل اكتب زي البصل طبعا ده من كاربون 1 لكاربون 4 اسكولد جليشيال اسيتيك أسد بكوز اتفريزز انزافورموف كريستل درجة الفريزن كام عنده يا لا؟ ستاشر درجتها حرارة سكستين سيليزيس القصة دي ازاي؟ حبيبي احنا في مصر في المعمل عندنا درجة الحرارة في الصيف مثلا بتكون مثلا خمسة وتلاتين ساعة اربعين واحد واربعين تمام؟ كلمني بقى على فترة الشتاء وايام بالليل لما الجو بيسقع بتوصل لدرجة حرارة خمستاشر اربع تاشر سبعتاشر ستاشر اول لما الاسيتيك أسد الإزازة اللي فيها الاسيتيك أسد دي تحس درجة الحرارة ستاشر فجأة 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 منلاقي الجمد في عمل كريستل اللي هو جلس طيب هو متجمد طول الليل احنا نخش المعمل تاني يوم درجة الحرارة تفعد بنلاقي ايه بقى؟ ان شوية منه داب وشوية لقى فتحس كده ان فيه ايس كريستلز جوه الماء يعني شوية دايب وشوية كده مقعبر الطلبة الطلبة امتحان بتبقى ولاد محظوظة في امتحان العملي الفاينال بقى امتحان العملي الفاينال هو عارف داخلي يمتحن عيلة الاسد وعيلة الكحول وعيلة الالضهايد مثلا والكيتون الطلبة تاخد نص ساعة عشان تفضل تعمل نفس المادة على اثنين نفس المادة على اثنين وتفضل تشتغل اللي بيجيله الاسيتك ازد في الامتحان بيخش زي الباشا يلبس البلطه ويبص عليها يبص بص بص ابن المحظوظة الواده بيتروق لما بينزل تحت ده ابن محظوظة جاب سبعين درجة من النظرة واحنا عادين ثلاث ساعات في الامتحان مش بنقول يا رب اللي جبناها ده يكون صح بالنظرة يبص كده على الازازة ويرمي عينه على الازازة التانية بتاعت العيال فيبص العينة بتاعت العيال اللي حطيت على الرف ايه ده 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 مفوش طبقات ده مفوش طبقات ده يبص على حكته بقى انت... كريستلز مش دايبة وشوية منك دايب انا جبت سبعين درجة خمس ويكون جاب الجب يابن المحظوظة يابن اللعيبة يابن اللعيبة يابن المحظوظة اله يا رب يديكم منحظ هذا الطالب الصيدلي اله يارب ينعم عليكم بالحظ انك تشوف السؤال تلاقي تلاقي الإجابة في ثانية إلهي يا ربي فرح قلوبك وجوه لجنة الكمية وتبقى مش مصدق نفسك من تفات الأسئلة يا ربي يا ربي يا ربي أمين 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 قوله بصوت واحد أمين ليه إزازة مميزة يا لأ إزازة مميزة يا لأ إزازة مميزة يا لأ دا 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 إحنا جنبيه بنبص يا بدي البحث يا مزعف مش قادرين مش قادرين جاب 70 درجة من نظر والمعيد وهو خارج بيقوله هو بيقوله كده يا ابن المحصوزة جبت 70 دا من غير تصحيح لنحظه فالمعيدين اللي عايزين يإفقعه بيكون متأكدين دايما أن هم مدوبينه فالغشمة عرفوا اللقطة المعيدين بقى يقولك إيه هاتلي بقى دا عشان عالما يستنصحش سخنهولي لغاية درجة 30 ليه كل كريستال حدوب شفت القصة اوعى تنساها يبقى دا الفقرة ان هو بيفريز عند 16 بص الإزازة هي الإزازة زي عارفها عارفها والله عارفها بتستفيده ايه من الخل انت قولي الخل مفيد في ايه اولا في الأكل طبق شوية بقى الصلطة حلوين كده لازم تحط الشوية تخلي حلو ولا ايه ساعات في ناس بقى بتستخدمه مش عارف تحطه عالفول شوية ولا مش عارف يقولك يديني بس الطعم الحوادق كده فبيستخدم نيوتريشن فود اديتفز اضافات للأكل بقولك ايه لشركة شيبسي يا شيبسي ازاي بتعمل طعم الخل من دا بيستخدم في ايه برضو في الدايز لا الدايز دي لها قصة بقى ماشي قصة الدايز يا معلم احلى مسبت لون على الشميز والتيشرتات هو الاسيتك اسد بص يا بابا في حاجة اسمها العتبة او الموسكي باشي بتاعت الغلابة وفي حاجة اسمها او 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 دانيل هاتشر او او زارة اتكلمك في الحاجات دي القميس هنا هو هو اللي هنا ده بكام سبعمائة جنيه ده بكام مية وخمسين جنيه وانت عينك حتطلع عالف زارة ده عينك هتطلع عليه مش هتطلع هتبز جمال ايه وحلاوة ايه وتقسيمة ايه تروح مع صاحبك العتبة يقولك ما هو 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 وتاخد المقلب ليه هتجيب حضرتك المية وخمسين أبو رخيس غسلة في التانية اللون راح عارف ليه لان ده اصلا المصنع ما دفعش بنكلة ان حطه بأسيتيك أسد الجليشيال أسيتيك أسد عشان يسبت اللون اما الباشا الناصح لما حوش وقالك اجيب حاجة نظيفة وبرستيجي وابان قصاد الناس دفع الفلوس وحيلاقي تمنها لان الغالي تمنه فيه احنا الشعب المصري يموت في ايه بقى يا معلم لأ هو مرخيص بقى لا لا هتجي جي هتجي كاتشي كول كاتشي كول ها رجعت المجيحة وتفيدة هتجي ايه ده ده هياخد منك حتة وانتو جبتوا لبسوا العيد نسيت احذركم الفيديو ده ما نزلش قبل العيد ده خلاص للأسف يعني هتجي هتجي تستنصحي يالله خسل ايه وكويه اللون راح بنسمي اللون مجرب لابس جرب تحس ايه القارف ده انت ولا ولا البنطلون ده مجرب يالا نكنش بالاسيتيك اسد فالاسيتيك اسد مسبت للالوان على الهديوم بطريقة مجرمة عشان كده بيبقى غالب يبقى قدامي على المطبخ. يلا على الصلطة. احنا بنستخدم في بيوتنا الاربعة في المية. يلا. التالت هم تمانية. التالت البنزيوك. سي ستة اتش خمسة سي او اتش. البنزيوك اسد ده معلم احنا اتفقنا دوابان وحلم بنزينة عليها سي او اتش. لا يا دكتور ده عدد الكاربونات زياد السوليبيليتي مش احسن حاجة. بزي الميتك ينفع ديه حقنا للانسان. لا لا يا دكتور. خلي بالك عشان محتاج البيولوجي جامد قوي في كام فقرة. لا يا دكتور. احنا بنحط محلول في الدم يرصب. ما بيدوبش في مية اما الدم يا دكتور تسعين في المية منه مية. رفع عليك. اوعى تستخدم البنزيوك اسد للبني ادمين. اوعى انك انت بتحطك انك زلط وحصوي جوا دم البني ادم. اقرأ. بنزيوك اسد كانوت بي ابزوربت ان هيومن بادي. الفيزيكال بروبرتي سبرانجلي او سبارنجلي. فالعلمة والصيادلة هنا بقى فقرة برعاية الصيادلة. الصيادلة قالك لأ حنخلي البني ادم يستخدموا غصبا عن عين اهله. فقالك بقى معلش ايه? بيفيدوا البشرية يا لا. فيدوا البشرية باستخدامات انت مش مقدر ايميتها يا لا. فقالك هو لا ازا كانت بنزيوك الرافض للدوابان انا حوله لسونا. سوديوم سلط يا معلم. والسوديوم ما بيقولش للمية لا. ما بيقولش كسة حب اله ربي يكتبها لك بس ما تخش جامعة وبعد ما تخلص جامعة بس بكون في جيبك ارش. عشان ما حدش يركبك وانت بتتقدم. هم? اسمع بس مني. ها? ما تفكرش بس كل حاجة جول. جول اللي هو الحب و مش وقت يا ابني. كل حاجة جاي فوقتها لما تكون بس معمر جيبك. فقالك الصيادلة طب خلاص ما احنا علمنا العيال ازاي حضروا سونا? ولا ما تعلمتش? لا اتعلمت يا دكتور. بحط له الو او 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 اتش. الو اتش تخرج كالكلبة تاخد الو او اتش بتاعتها من الو او اتش. واركب الو او اتش. واركب الو او اتش. قالك تعالي بقى لما قولك استخداماته يا عسل يا اجمل واحد في الكهن. حط له سوديوم او بوتاسيوم. طبعا. ي بقى انا بستخدم البنزويج تكير من خزوق الامتحان مش بستخدم البنزويج بتاعه السوديوم بنزويت البوتاسيوم بنزويت ده بقى يا ديني ده مشهور جدا 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 0.1% من السوديوم بنزويت كل منتجات الاغذية كل منتجات الاغذية فيها مواد ايه حافظة عارف مين المادة الحافظة الاول في العالم في العالم السوديوم بنزويت 0.1% is used as a food preservative مواد حافظة because it prevent the cross of fungi وركز عشان المادة اللي وراها هتقتل البكتيريا وهنتكلم في سؤال خبيث مهمة السوديوم بنزويت العفن وانت هتقول لي هو لم يؤخذ الفطريات هتيجي ازاي لا متزعميش منك بتاع البيولوجي ايه انتو انا محتاج البيولوجي كلهم دلوقتي تعالولي 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 بس تعالولي بس تعالولي خوشيلي كده الي اخبار الـ breath mood fungus ايه بتروفع عليك بتروفع اليك سمعت عن قصة عفن الخبز الفانجس بيتلم كتير طبعا جمع كلمة فانجس فانجاي الفانجاي يعني بيتجمع بايه اللي بلونه ابيض في الاول بعد كده مع مرور الوقت والعفن يقلب اغدر كلكو يا شباب شفتوها عفن الخبز لو حطنا له سوديم بنزويت يقتل جميع انواع الفنجاي يمنع عفن الاكل كل ده اللي محطوط فيه الشابسي والجيليكولا والبيبسي والباسكاويت والبرطمانات والمخللات حاجة تفتح النفس ايش الكمبوت وايش البصل اللي اغدر وايش الترشي والزاتون المخلل سوديم بنزويت سوديم بنزويت شايف شايف استخداماتنا بكلمك على حياة اربعة ده اللي رسمته لك في اول المخاضرة رسمته ما بتتنسيش يا بني ستريك اهو اللي صعب قلنا ده تراي بيزيك ولا مونو بيزيك تراي بقى الدل ديلي ستلاتة سيويتش تفضل حلو لقطة بس خبيثة كل لقوع تنسوها وانا مرعوب منها حلها تكررها تكتبها تفتكرها الكتاب معاك صحيح قفلت الو اتش جروب ده اسمه كده بنسميه ايه تلك كربونات تلاتة سيوو اتش كربونات نمبر تو بتحطه اتش من البلباق البانيه اه وحضرتك بس ايه تشفوتها كده اهه لازع جدا 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 اتشفوتها تراي بيزيك خلصناه معلم مش مستنينك انسيترس فروت اللي هي الفواكه اللي فيها لازع فواكه لازع ساتش از ايه ليمون من خمسة لسبعة في المية وورنج واحد في المية مهم بقى فيه السيتريك اسد مهم اسمع ومات تعودانك بالعلم مات تعودانك بالعلم اولا ده بيتضاف للاكل برضو اركز بقى عشان الفرق الخطير بيتضاف للاكل للفود بس ده بيستخدم قاتل للبكتيريا كل بكتيريا البكتيريا لكن ده كل ايه فانجاي ده كل ايه بكتيريا ركز معي في الحدوطة دي يا معلم انت هتفهمني كويس قوي 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 عمرك في حياتك طبعا ده انت عملتها سبعين مرة جبت طفاحة وحضرتك فاضلت تنهش فيها وتاكل pandemia quiero� trong голов of wine بعد كده جالك اي التل personaje كل 3s بعد ربع ساعة نصف ساعة بكتير اوى 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 اوى، رجعت لقيت طفاحة الونها قذر لونها بني لقيتها لونها بوني صح? ايه رفت قوي 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 قوي. يا ما تتكلش. لا عشان انت بس ضعيفة شوية ودلوعة. وانت مش شديد ما تخلنيش اعبط. ايه ايه امال بعد الجامعة لما تخش الجيش ايه ده الجيش يلا بيقول ده الجيش في المناطق النائية سوري سوري انا مقاسف هتشوف بعينك بيشربوا المية سوري من البيبي اللي بيعملوه. بيفلطروا بطريقة معينة في المناطق النائية ولا ولا انت شاف شدي يلا اسد يلا في ايه ما تتخليه البنات بقى تعطي معين البنات بقى جديدة عارف مين ستت كل حبيبتنا ربنا اديها الصحة ويذكرها بالرحمة اذا توفت. ماما ماما تشوف المنظر ده والطفاح اللي مليانة بني وانت ارفان حبيبي انت ما كملتش اكلك ليه بس يا ماما ده انا جالي تليفون نص ساعة التفاح عفن. هو الحقيقة اللون البني اللي قلب بتاع التفاح ده ده باكتيريال جروس شغل باكتيريا فعلا هو اشتغل باكتيريا بس مش الباكتيريا اللي تخلي الاكل ده كله عفن فماما تروح مسكها التفاحة وتقول لك دي مدايقاك ها دي مش عقباك اه يا ماما بص القرف يا 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 استغفر الله العظيم استغفر نعمة ربنا استغفر الله مدايقاك تروح ماما كده ولا بابا كمان بس بابا حيديك كلمتين حتزعل منهم لو هو بيتكلم معاك براحته هم هم هيمسكها كده ويقرقشها يقرقش التفاحة اللي بالبني قولك لما تبقى دكر تعالى تبقى تتكلم ايه حاج في ايه ملك قلاب توش كده انا كدكتور فاهم اقول له الله ينور عالتربية حاج عشان العيال بقى اتفاه فيه ليه لا هي مش كخة هي مش كخة هو شغل ان البكتيريا بتدى يشتغل شوية في عمل اللون ده تقدر تاكلها براحتك تماما مش دي العفن عارف لو سبتها يوم هتلاقي ان الجدار كله كمان قلب بني والمنظر والريحة قذرة ساعتها هقولك دي عفنت بلاش عبط كأنك بتاكل من الزبالة فمنظر البكتيريا الجروس منظر البكتيريا الجروس يبانع التفاحة والموز مش بتفتح ساعات الموز هتلاقي ايه ده ايه ده فيه حتة بني ما تخافيش مش دي اللي هتتضمر مش دي اللي هتتضمر في احنا عايزين نعمل ايه قالك بص بقى الاكل اللي بيعيش ده بقى احنا عايزين نحط له مادة تقدر كل البكتيريا عشان يعيش معايا فقالك لا غنى على السيتريك اسد السيتريك اسد ماما بقى نفس ماما دي نفس ماما دي اللي كتشافتك او شافتك كتكوت كده وخرع بتبع عارفة ان انت بتتقرف من النظر ودي بقى انا كل ده في صميم منهجك انا بسهلك القصة بحدودة عشان ده ترشأ في دماغك كل ده بيتقري وحتشوف قالك الودة عنده مشكلة انه بيبص على الحاجة بيتقري في اوي 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 تمام فماما لو عايزة تعملك طبق فاكهة تعمل ايه ماما ماما بقى تخش المطبخ وتخش تقطع شوية تفاح شوية اللموز خلاص بقى احنا افطرنا بقى اي حد يسمعني في الفيديو خلاص كل سنة وانتو طيبين بقى شوية الكانتالوب شوية حتة جوافة شوية فراولة ها وتعمل اجدعها طبق من الفكهة المشكلة اللي هو الفروت صلاة وهي عارفة لان مش حضرتك اللي هتلغ بس ما بابا هيلغ واخوك هيلغ واختك هتلغ والدنيا هتبقى فلا فبتقولك معلش انا ابني فافي شوية معلش انا بنتي بتتقرف شوية كتكوتة كده صغانتوتة كده بتتقرف من ايات وحاجة فتروح ماما عاملة ايه نص لامونة وترش على طبق الفكهة احلى سلام واجدع سلام لأي طنط بتشوفني دلوقتي اي ام كده فوق راسنا يا متعلمين هي ممكن تكون عاملها بالخبرة ملهاش اي دراسة في الحتة دي بس الحتة ماما دي جبارة قالت لك انا عارفة شغل البكتيريا على شكل التفاح لو تثبت يوم في التلاجة الدنيا خلصت روح عاملة ايه حتى سيتريك اسنت اللي هو الليمون طبعا مش بجرم يا ماما ها عشان ساعد بس يا ماما بتفلت منك لانك انت بتكوني متخنقى معانا مع ابنك فبتطلعي غلك في الليمون اي من نقطتين بس يا ماما ها على عيني بس على ماما اي ام كده فوق راسنا شغلين بدعاك والله كل الناس اللي بتدعينا الله احنا انا شغال بالدعا كل حاجة مفروض تقف كل المشروع ده مفروض يقفل بس بدعاك والله بدعاك والدتي طبعا يعني دي ربنا دي الصح نقطتين نقطتين ليه عشان استريك اسب بيقتل اي بكتيريا بيحافز على لون الفاكهة حتى لو سبتها يوم يومين هنحط لك الطبق وانت نفسيتك شهية مش بتتقرف يلا نقرأ سوا احنا احتنا ان ت working with citric acid 700 500% تضيف في أكيد الجذول أو أي جذول جذول اي عموما عندنا عيال كتيانة احنا عوما عندنا عهنا تريخين لدينا كاللعار بيني جيال ساخذم المحل 800 400 400 بقه 100 600600! احنا كنا بنتكلم على الستريك اسد وقرينا كده مع بعض الدنيا بتاعته ان احنا بنتكلم على ان هو بيحافظ على الاكل والفواكه من نمو البكتيريا والمنظر المقرف اللي هو ممكن الناس يعني الشهية بتاعتهم بتتسد لما انت تشوف منظر اللي هو تحسوا انه ده معفن ولا ده ضاع وفهمنا التفاصيل الفكرة كلها اخر point في الستريك اسد ان احنا بنتكلم ازاي ان هو بيشتغل هو اسد صح؟ كلمة اسد دي كلمة مهمة خالص يعني اسد فالبي اتش الله يرحم شابتر سري اقل من سيفن فانت لما تضلق نقطتين لمون على الفاكهة على الاكل على اي حاجة انت هتسيبها تتجمد وخايف عليها لتعفن حضرتك دلوقتي الستريك اسد بيطلع بيعمل كل الميديم اللي حوالي ايه اكيد اسدك لان بيطرد الاتشاد واتفقنا ان المجموعة دي اهبل مجموعة في الارجانيك تضرد الاتشاد هي الوحديها نفسها تحس ان هي بتطرد يعني الوحديها كده فلما تعمل الميديم كله اسدك البكتيريا تقدر تعيش في جو حمدي جو اسدك لأ فهو بيقولك الميكانيزم في اخر سطر يعني ان اسمه ايه ده اه 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 دكريز The pH Of The Food To Prevent The Graph Of The Bacteria In It ده الميكانيزم وده الشرح يلا بينا ننتقل على اللي بعده طبعا الستريكتشارات مهمة جدا بفكرك ان الستريك اسد بص منظره اتفقنا ان هو عنده تلاتة كربوكسيليك يعني تراي بيزيك اهو بتروس على طول كده ايه رأيك فيش هبل اكتر من كده دايما ركزلي على الكربونة اللي في النص دلدل منها او اتش طب والباقي هد بالباقي الباني هد بالباقي الباني يعني نكمل بالباقي او اتشات ايسا او اتش محتوطة في الكربونة اللي في النص طبعا المجموعة دي تعتبر ان هي عندها اول واحدة كوح كربوكسيليك والاو اتش اللي هو الهايدروكسايل جروب ماشي خشي بقى على القصة الخامسة قصة مهمة جدا 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 اللاكتك اسد ده معل مركز بقى معي هحكي قصتين القصة اولى ملهاش اي علاقة بالقصة التانية ركز وصح صح نبدأ باللاكتك اسد هي الفكرة كلها ان كلمة الاكتك اسد انت على ودانك ممكن تكون مشهورة جدا لانك انت اكيد عارف حاجة اسمها لاكتل زبادي لاكتل لاكت كلمة مشهورة جدا على ودان منه احنا صغنططين ان هي حاجات منتجات الالبان وخلافه عايز ابتدي لك القصة بهدوء ان اللبن اللي موجود اسمه اي ده السكر اسف اللي موجود في اللبن اكيد حيبقى اسمه لكت اوز اللي نتعلمنا مع بعض في فيديو القحول اي حاجة اخرها اوز يعني سكريات جولوكوز مانوز رايبوز هابلوز هوز لكتوز بلا 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 اوز يعني سكر نوع السكر ده رجالة دايساكرايد دايساكرايد طبعا ده سي السكروز في الفيرمنتيشن ايه القصة بقى هنا السكر بتاع اللبن واحد يقوم اي ده اي ده واللبن جواه سكر اي حبيبي اللبن جواه سكر بس من السكر قوي جدا يعني يعني ما نفعش ابدا تكرنه بطعم الشوكولاتة ولا طعم عسل النحل ولا طعم العسل السود ولا طعم عصير القصب السكر هنا السويتنس بتاعه خفيف خفيف لكن هو طبعا موجود جواه الفكرة كلها جوم العلماء قبل ما ييجي العلماء حضرتك عارف الفيرملا ايه بصنا حبيب قلبي وييجي اول سؤال تفضل سي 12 اتش 22 و 11 شفت الفيرملا دي فين قبل كده اذا لم تجاوب فعلى الله حكايتك على الله حكايتك حكايتك على الله انديت قالت في فيديو 4 ساعات ماشي يلا خلينا بقى مركزين الفترة اللي جاية مع الناس الشطرة عايزين شوية تفاقل كده وشوية حماس ماشي يلا شاطرين طبعا في ثانية رده طالما داي ساكرايد وانا فاكرة دي اتناشر اتنين وعشر حداشر ده السكروز اللي كان بيستخدم يا دكتور في الفيرمينتيشن عشان بتاعت القدماء المصريين كنا بيخش وبيشتغل عليه اليست بالانفرتيز انزيم يتحول جلوكوز وفركتوز الجلوكوز والفركتوز يشتغل عليه برضو ليست بس بانزيم تاني ربنا اوجده فيها اسمه الزايميز فاتطلع الايسانول والكربون دايكسايد جاز اكسلنت ايه ده يا دكتور معلش عم عايز اخد نوت هنا مهمة هو طالما اللاكتوز الفورميلة بتاعته كده والسكروز كده رفع عليك ايوة انت عشان شاطر فالكلام ده بقى بالنسبة لك عادي انك تقوله مش مستني مدرس ان اللاكتوز والسكروز اللي في منهجك are isomers ليه عندهم زاسين موليكيلر فورميلة ديفرنت استركتشرال فورميلة مش عليك رسميته الحمد لله قصة بتبدأ ازاي جبنا السكر بتاع اللبن بعد كده دخلنا للمعمل بتاع صيداله قسم المايكروبيولوجي قسم المايكروبيولوجي بنحضر طبق كده يا معلم وبنعمل فيه بندهنه او يعني بندلق فيه مادة عاملة زي الجلي كلها بالزبط اسمها الاجار الاجار ده مادة دهنية رجالة علشان تقدر تزرع عليها اي نوع من انواع البكتيريا وتدرس البكتيريا وتشوف بقى لو انت جايب مثلا من عينة من الدم تقدر تعمل حاجة اسمها البكتيريا الكولتشر المزرعة البكتيرية وتعرف بقى ده اني نوع بكتيريا فتشخص الحالة انت بقى التهاب رئوي انت التهاب معوي انت التهاب مش عارف في الجهاز الهضمي وهكذا راحوا جابوا اللاكتوز وده لقوه بقى على الاجار وراحوا جابوا ايه فين بقى البكتيريا اللي هتشتغل راحوا جابوا بكتيريا مالكش دعوا باسمها بكتيريا الكولتشر عملوا مزرعة بكتيريا انت عارف لما هتجيب نوع البكتيريا ده لما هتجيب نوع البكتيريا ده انت كأنك بتعمل ايه للبكتيريا دي؟ انا هقول لك يعني هما زرعوا كده جابوا اللاكتوز وحطوا عليها بكتيريا معينة فضلت تتقاصر كتير اخبار البيولوجيا انا محتاجكوا كتير اوي اوي من اول هنا للاخر اوي طبعا بيتقاصر بالميتوز ويفضل يتقاصروا الكلام ده كله حلوة اوي 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 اه انت عارف البكتيريا دي لما هتجيبها اللاكتوز يا معلم انا كأني بعمل فيك ايه؟ كأني بقولك انت بس هتلي فول ماركة في الكاميستري وليك عندي الاتي واحد بلاي ستيشن فايف اتنين ايفون تلاتة لابتوب ماك ماك ابل اربعة تلات ايام السخنة هتلعك السخنة اه خمسة هتاخد كمان بوكت ماني الف جنيه كفاية بقى كده علشان العيال ابتدت تسرح وابتدت تشت تماما وفجرة ان انا هعملهم الهبل ده تمام؟ هي دي نفس الفكرة البكتيريا دي لما بيحطى الله اللاكتوز يا لهوة عدلع انت مشى برقها فتبدأ بقى الانزيمز اللا عندها ملكش دعوة الاسامي ايه الحمد لله الانزيمات تفضل تشتغل على اللاكتوز تفضل تشتغل واتدغدغوا من ضمن ركز من ضل الدغدغة اللي بتطلع حاجة جواها تلات كربونات طبعا لو دي 12 وده تلات كربونات يبقى حتطلع تلاتة كمان وتلاتة كمان وتلاتة ما ليش دعو بالباقي ايه انا عايز بس منتج بيطلع بسبب الدغدغة بتاعت الانزيمات البكتيريا بيطلع حاجة اسمها ايه معلم؟ لكتك اسد اهلا وسهلا على فكرة الكلام ده كل حاجة في صميم المنهج انا مش مش ما عنديش وقت فاضي ولا بقى في صحة ان انا عدرغي بقى معاك يعني تمام؟ فانا على منهجي ابسط لك الدنيا بشكل قصصي بشكل حكاية على الهادي يا زبادي طلع الايه اللاكتك اسد عارف اللاكتك اسد ده بقى؟ اللاكتك اسد اللي احنا حضرتك طلع ده هو اللي بناخده كده وبنتلاقي ان الجار ده بقى كله كده حطة بيضة سولد متماسكة مع بعض هو ده الزبادي هو ده الزبادي فطبعا اول قصة ان هو بيستخدم فيه الفود اندستري اهم حاجة الزبادي اللي هو اليوجرت وكمان اللبن الرايب لبن الرايب كله كده تعارفينه ده برضو لكتك اسد فده اول قصة اول حدوتة ودي الكلام ده كله فطبعا طبعا طبعا الود اللي مركز قوي في الفيديو ومدقق في التفاصيل فهو بيفكر مع نفسه يا دهيتي السودة يا نهر السودة يا خربتك يا ابراهيم يا خربتك يا ابراهيم ايه ايه ما لك ابراهيم في ايه في ايه في ايه اللاكتك اسد اباشا طلع من سكر اللبن وعيش عليه بكتيريا لا 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 بكتيريا ايه ملايين من البكتيريا يا دكتور ده كفايا رمضان وجبة الصحور زبادي 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 ما بالك بقى انا بتقول الفترة ده بتاكل البكتيريا لاااااا مليارات من البكتيريا مابموتش ازاي انتي فاكر فاهم الفاهم السيناريو انتكلم فيه ما انت لو قاعد باللس ملكش لازمة اه يعني قفل الفيديو انتها تقدر تسلك نفسك لو حفزت يعني الحمار بس ماناش دعوة بقى لو جيه اسئلة زكاء ما دي بتاعتك على الله حكيتك تمام؟ احنا بنتركز يا ابني بقولك بكتيريا الكالتشر طلعت منتج وعليه كل البكتيريا ماليين بكتيريا علم علوم عندك معلومة؟ طيب المصيبة فعلا ان احنا لما بنقول كلمة يا جماعة بكتيريا تقابل زي ما الود إبراهيم قبلها كده قاعد يندب قاعد يسرح قاعد يولول عمال يندب على جسمه ويرزع والكلام ده كله بص يا بابا بص يا حبيبي البكتيريا دي يا بابا متقسمة انواع اولا في فئة معينة او نسبة معينة بكتيريا صالحة جدا للبني ادم تاني فئة بكتيريا ضرة وهي دي اللي بتعمل الامراض عشان كده عندنا كم من الانتيبيوتكس والانتيمايكروبيالز في الصيدليات في العالم اجمع قد كده وفي فئة اخيرة لا هي ضرة ولا هي نافعة دول ايه بقى دول العلماء عملين يبحثوا عليها لان متأكدين حيطلع منهم شفاء متأكدين ان ممكن يكتشفوا مرض الانواع المتبقية دي تكون السبب فيها لما اجي اكلمك على البكتيريا القلتشور واللي انت بتطلقه ده اسمه اليوسفو البكتيريا يا سلام يعني اللي هي الديني كامان كامان يوسفو البكتيريا معلش ممكن اخدك بقى طالما الدنيا بقى جهلة في العلم شوية انت جسم الانسان اصلا فيه عشمائة الف تريليون بكتيريا ده بس كده من الاخر بلاش بلاش حصد دمك حصد دمك اكتر 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 مكان فيه البكتيريا هو الامعاء الانتستن وحتة مهمة جدا 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 الباكل كافيتي يعني باكل كافيتي اه اه البق اه معلم 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 عارف اه فيه كان بكتيريا في البق بس بص كده اللي انا مخدرها لك كده بالراحة اه اه فيه عشرين بليون بكتيريا عشرين بليون بكتيريا اكيد مش قصد كلامي ان انت عندك عشرين نوع لا انت عندك عشرين ما يقرب من عشرين ليون مش مليون ليون بكتيريا عبارة عن كم نوع يا معلم من ربعمية للخمسمائة نوع يعني انت عندك من ربعمية لخمسمائة نوع بكتيريا عاملين باقray كم نسخة جوا بققت بس يال imitatep ماشي عندك منهم عشرين بليون رقم مرعب كل ده من رحمة ربنا وحكمته العظيمة ان كل ده يوصف البكتيريا بتساعد على عمليات الهضم والصلايفا وقصص كتيرة مش عايز اخرج وشدت برا الموضوع فلما تيجي حضرتك قرفان قوي تقول لي لاتيك اسد يا الزبادي لاكتل واللبن الراهب والزبادو كله بكتيريا لا 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 بس بقى بس 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 بها بس 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 عشان في انواع بكتيريا صالحة هي دي اللي بنتكلم عليها لو ما كانش في بكتيريا صالحة في جسم الانسان كل العمليات الهضم وعمليات حيوية تتوقف فالانسان يموت يبقى لازم تحمد ربك على نعمة البكتيريا النافعة اللي جوا جسمك عشان كده يا معلم احنا بنعاني ومعليش لو حطلع برا موضوع دقتين بس استحملني بنعاني تماما 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 من مرض اسمه او ظاهرة اسمها البكتيريا الريزيستنس مقاومة البكتيريا ليه الشعب المصري وبرضو الاجنبي برضو عشان نبقى محقين بس احنا عندنا ده درجة اولى احنا عندنا متفوقين في الاحصائيات عندنا كل ما نسخن كل ما نتعب كل ما يجينا حتة قحة طيران الكلام ده انا شفته وانا واقف في الصيدلية يا جدعان اي حد عنده اي حاجة انا في اليوم الواحد بطلع 25 علب الدواء انتبيوتك طب ايه يا دكتور فيه ايه لا ما هو البكتيريا اللي جوه دي يا معلم هيجيلها مناعة من الدواء فحضرتك لما تيجي تحتاج الدواء بجد بقى مش هيشتغل عارف ليه لان البكتيريا جوه جسمك عملت صد منيع عشان كده العالم بيعاني من ظاهرة وعملين يتكلموا عليها وظهرت بشدة في اكتر من الف حالة تقريبا على مستوى العالم ان كل مريض جربوا كل عليه الانتي بيوتك اللي هو انت عارف اللي هو ايه اوجمانتين تافانيك هاي بيوتك بلاوي كتير جدا 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 ولا نوع موجود على وجه الارض نفع معاهم ليه لان كان عمالي لغ انتي بيوتك انتي بيوتك هو الانتي بيوتك لما بينزل رجاله وبيفرق ما بين البكتيريا النافعة والضره لا ده بيدبح كله فبنسميها دي اللي انا بقولك عليها في الانتستان بكتيريا الفلورا فلورا زي كده المناديل فلورا فلورا يعني تجمع ابن لازينة انت بتقتل اليوسفو البكتيريا اللي جوه جسمك انت بتقتلها وكمان البكتيريا الضره بتاخد وتعمل مناعة ضد الدواء فاتخيل لو جربت معاك مية نوع دوما نفعش خلاص هتموت لان انت هنقولك سوري ملكش اي علاج انت جسمك مضاد لكل الايه انتي بيوتك مش عارف تشتغل اتوسل اليكم عشان خطري واولياء اموركو لو سمحتو كفاية 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 سف في الانتي بيوتك الكورونا يا جماعة مش بتتعالج بالانتي بيوتك احنا بناخدها عشان نمنع ان يكون يجي بكتيريا الانفكشن ما بتقتلش الفيروس انت دا فيروس ودا بكتيريا اتوسل اليك لما تاخد انتي بيوتك تحت اشراف طبيب ارجوك لو سمحت كفاية سف احنا مش نقصين مصايب احنا مش نقصين لما تيجي حتة بكتيريا تفهم اللي بتعمل اسهال ما نعرفش نموتها عارف ليه؟ من كتر سفك للفلاجيل من اهم الحاجات اللي بتقدر البكتيريا بتاعت الامعاء اللي بتعمل اسهال حرام عليكم انجدوا العالم خلي فيه جيل محترم فكريا رياضة او علوم ارجوكو ارجوكو خفوا من الانتي بيوتك ادي اول قصة خلصت تاني قصة مالهاش اي علاقة بالموضوع الاولاني احنا هنتكلم على حاجة بتحصل جوه الهيومان بادي جسم الانسان قالك ركز معي في المقدمة دي بقولك ايه؟ هو اليست كان بيتنفس ازاي؟ ايروبكلي ولا انيروبك؟ انيروبك يعني ما بيحتاجش اكسوجين طيب البكتيريا اللي اخدناها الفينيجر بكتيريا الاسيتوباكتر ايروبكلي لا دي محتاجة اكسوجين زينا الله خلق الانسان عنده دي حتة اخدتها في تانية سنوي عشان تنتج الطاقة مش بكلمك على الهواء اللي اتقلع ولا ده اسمه بريزنج يا ابني لو انت المعلوم مش عارف الكلام ده اخصى عليك يا دكتور ما انت مقضيها شكلك حفظ ولا ايه؟ ثقف نفسك يا ابني وخلي بقى لك عشان منهجك حلو جدا 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 فيما بعد ماشي اتنين سيستم سيليلر ريسبايريشن عند عندنا الايروبك يعني بوجود الاكسوجين ايروبك جاية من الاير وانيروبك اللي اتنين طبعا الكائنات اللي هي الفانجس والبكتيريا والكلام ده كله واليوني سيليلر ارجانيزم اللي هو عبارة عن زي الاميبة حاجة بخلاية واحدة حاجات تفهى سغنططة كده طبعا شغالة انيروبك تفهم ايه من كده ان الايروبك ده حاجة عظيمة الله يميز الكائنات الهاي لفل كائنات بالايروبك اما الكائنات اللي هو للسغنططة ده انيروبك الله اوجد فينا وفي النباتات وفي الحيوانات التو سيستمس القصة بتمشي كالقاتي القصة بتمشي كالقاتي احنا يا بابا بناخد النفس اخدت حاجة مهمة جدا 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 في تانية سنوة اسمها كريب سايكل ما تخافش مش هنتكلم عليه كريب سايكل كريب سايكل ده معلم كان بيقولك ازاي الهوى اللي بيخشه والكلام ده كله ازاي بنقدر ننتج انرجي ايتي فيه ننتج انرجي في جسم الانسان انا دلوقتي اكلت يا معلم اكلة حلوة فابتدى يكون عندي مخزون طاقة لو نزلت روحت الجيم العبت رياضة مارست اي حاجة فيها حركة داخل اذاكر على مكتبي هتكون مصحصح وملعلة والدنيا زي الفل عندك مخزون طاقة حلوة اولا فانت قاعد ساعتين بتذاكر حلوة قوي بعد كده كنت متفق مع اصحابك فيه ساعتين لعبة كورة ها انت عملت استهلب في الطاقة اللي متخزينة روحت العبت كورة بعد كده روحت مقابل واحد صاحبك وقلت تعالى لما نتماشع الكورنيش انت عمل حضرتك تحرق في كل الطاقة اللي عندك ان لم يكن كل الجولوكوز خلص ففيه خط تاني اسمه الدهون والبروتينات تخش تبدأ الجسم يكسرها عشان عايزين نديك طاقة باي حاجة لانك انت ما بتتهدش انت عمل زي الفرق اعلوز مش تتنايل تاكل عدل علشان يبقى الدنيا تمام لا تبدأ تحرق تبدأ تحرق من البروتينز والفاتي اسدز حلوة حلوة بدل ما يخش ايروبك كان بيخش كده في لفة ملكش دعوة وبيعمل فرمنتيشن وبلا بلا بلا بيطلع لك لاكتك اسد بس تعالى لي يا حلو لاكتك اسد تعالى لي يا حلو تعالى لي يا حلو هو ايه اللكتك اسد ده بقى اللي في جسم الانسان احنا في الاكل الزبادي واللبن الرايب ومنتجات الالبان خلصنا ايه بقى قصته ده انت عارف اللكتك اسد ده معلم اه هو اللي بيسبب كتره كتر تكوينه جوه المسلز بيسبب الشد العضلي اللي هو يعني مبهدني ليه بقى احمينا يا رب مش شد العضلي اسم الحلقة الشد العضلي القصة ماشية ازاي معلم انا مثلا مش متعود الفترة دي خالص ان انا اعمل اي نوع من انواع الرياضة الفترة الاخيرة ابتديت عايز اكسف الفيديوهات وننجز حلنا والكلام ده كله الفيديو اللي بيطلع لك يا حبيبي في 3 ساعات وبياخد مننا تصوير 7 ساعات ليه عشان احنا امكانياتنا ضعيفة وليلة فاي ايرور بيحصل بنتطر نعيد تاني وكصص ملكش دعوة بيها احنا محتاجين دعوة بس تمام وانت حضرتك تجيب لنا درجات في الاخر 7 ساعات خش على فيديو القلق حل 4 ساعات ونص صورنا في 9 ساعات واقف 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 وبعد كده فيديو 3 ساعات كمان واقف واقف من كتر ما انا ما باكلش كويس والجسم عمال يستهلك لان انا بحرك كل جوارحي وبتكلم وبعمل كل حاجة وبتطلع كل طقتي الجسم ابتدى انيروبك عمال ينتج لي لكتك اسد راح يتجمع لي فين اه ما مش عايز بالراحة ما بسدقت واخد المساكة ابتدى يتجمع في العضلات انا قدية هنا مش حاسس بيها يا جدعان رجلي تحت مش حاسس بيها يا جدعان مش حاسس بيها يا جدعان فعلا حاجة ما انت الععيب كورة صح انت فهم يعني ايه شد عضلي الفكرة كلها ان اللاكتك اسد بيتكون في جسم الانسان بالاوفر اكسرسايز ودي بقى مشهور عند حضراتكو جدا 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 يعني الولاد الولاد تخش عايزة تعمل برم وتروح الجيم وتقول لك لا انا هفتري على نفسي لان جيء جسمي المثال وعداء انا ماينفعش ابقى بي لازم ابقى قوي وجديد مفروض ياخد التدريب بالتدريج لا هو يخش بدل ما يشيل 25 كيلو انا مش عارف ايه انا دخل اشيل 50 وتقعد تعمل كده كل الطاقة تحرقت كل المخزون اللي جوه الجسم تحرق كده الايروبك خلص ربنا خلق لك خط تاني بدل ما تقع وتفيس انايروبك بنمشي بننتج لك بنحاول نديك طاقة وعلى اساسه بيطلع عمليات كيميائية بيطلع الاكتك اسد حضرتك تروح جسمك مفاشفش لو دكر حرق ايدك كده دا انتالا هقول لك على حاجة دا حد بيلمس لك العضلة بيهزر معاك زار كده بتروح شات مشتاي منابية مع ان الواد لمسك كده انت بتا فه الاكتك اسد لاكتك اسد متجمع يتافه Classic Asd Album haboul is Aquatic Basin acid اتبع انتجمع في المصولز عشان كده الحل ايه العب رياضة زي ما انت عايز صور يا دكتور جوزيف زي ما انت عايز بس بالراحة. كل يوم بتاخد مسلا ساعة معينة. انت لما تحس بكده المشكلة العيل اللي بيتعب ده بيقولك انا هريح اسبوعين من الجيم. حمار. حمار. غلط. انك لما هترجع بعد اسبوعين هيرجع جسمك ما كانش متعود على اي رياضة تماما. تحاول تيجي تعمل رياضة تاني. يجي لك لاكتك اسد يجي لك شد عضلي اقوى واقوى واقوى واقوى. الحل ايه? الرياضة بانتظام بهدوء. يعني انت تعبان هتريح يومين. هتنزل اليوم هتلعب دص ساعة بس. اليوم اللي وراه هتلعب ساعة لربع. اليوم اللي بعديه ساعة. لازم تاتا تاتا. لو انقطعت اه التعب حيروح بالمسكنات. بس انت كده هترجع تاني اللاكتك اسد. والقرف ده كله. فاتوسل اليكم من اللاكتك اسد ده. ومن القصص. وطبعا اشهر اشهر منزر. بس طبعا اكيد اون سبورت هيكون عليها كابي رايتز. اللعيبة اللي بتقع. اللي بتقع. وسط الماتش كل واحد ينزلي. ويفضل بقى فيه لعيب كده. يجيله يفرد له رجله ويدغط عليها. يضغط عليها. بنحاول نعمل ايه? احنا فاهمين طالما كده جاله شد يبقى الاكسوجين قليل جدا في جسمه. ما الايروبك خلص. فبنحاول نعمل ايه? حرك الدم. حرك الدم. متنفس بسرعة. ونعمل لزودها. فبحيس الايروبك يرجع يشتغل تاني. والشد يقل. طبعا بيروش عليه بنج علشان الالم بيكون شديد قوي. فتكر من الحتة دي. تكر من الكارثة دي. اه تعرف منين بقى اللعيب اللي بيستهبل اللي هو جو لعيبة شمال افريقيا. مش عايزه اشتم. ان كل ما يكونوا كذبانين يروحوا وقعين. يقول لها تلحق شد عضلي مش جادر. لا مش جادر ايه? احنا بنلاقيه وقع. جي الراجل عمله كده دقيقة وقام. ده ما كانش عنده حاجة. لكن اللي يعد يستهلك له دقيقة ونص دقتين اعرف ان هو مش بيمثل. لا لا لا. لان عبات ما بس ايه? يعملوه البلد والكلام ده كله. الدنيا تبدأ تمشي 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 تمشي. عبات ما ياخد نفسه عبات ما يرش البنج ويقوم تلاقيه اللي هو ايه? اعمال يعرب. ده ما بيمثلش. التانيين بيمثله. كل شوية الجن يقع عشان كسبان لي اتنين واحد ونقص خمس دقائق على الماش او عشر دقايق. يقعوا كل شوية. ده تمثيل ومفروض الحكم الزكي يدي انذار لان الكلام ده كدب. يلا نقرأ المتعة الجميلة دي. صفحة 383. الاكتك اسد ايز هايدروكسي. اه احنا ما رسمناهوش. ماشي سوري. الاكتك اسد بدل ما هترسم دول تحت بعض هتحطهم على سطر. كالعادة الترمينال كاربوكسيلي. كالعادة اللي في النص حت دلد ال او اتش. وبالباقي لبان. كمل بالباقي اتشات. كمل بالباقي اتشات. اهو. تمام? سي اتش سري سي اتش. سي او اتش. ده طبعا اليفاتك وده اليفاتك. انا مش شايف اي ارايل. مش شايف اي بنزينة. تمام? ده اسمه الاكتك اسد ده اكيد الكومة النيم. لو انت راجل اه جميل حلو. طبعا كلكم. لما السؤال صعب. سميه ايوباك. كنك رجعت. اه من الاخر كده الايوباك بتاعه كده. عشان ننجز. اطول سلسلة كربونية. والله العظيم دي بتتعد. واحد اتنين تلاتة. تلاتة يبقى بروبان. بس فيه كوح. اوك اسد. خلاص? ده البيرانت. يبقى البيرانت بروبان اوك اسد. ميدال ده المجموعة ايه عند نمبر تو? كربونة رقم اتنين او اتش دي اسمه ايه? هيدروكسي. يبقى الاجابة اتنين هيدروكسي. اه بروبان اوك اسد. اعتقد نص الطلبة. معرفتش الاو اتش الميدال ده بنسميه ايه? قال الله حكيتك. لاكتك اسد از هيدروكسي. لاكتك اسد از نون از ميلك اسد. او عطت لغبط. اللاكتك ده الميلك اسد. اللاكتوز انا بشرح لك عشان تبقى مصقف ببنك المعرفة. ايكي بي يا لا? ايكي بي يا لا? اكتبها انت بقى خلاص انا قلتها ايكي بي? ايكي بي? ازت اسفاند نيوجرد ديوتو زا افكتوف زا انزايم. اه وهنا برضو على السكريات. كأنك بلعتها وجبت لها كل المتعة والشغل. لاكتك اسد دي قصة. القصة التانية ملاش اي علاقة بقى. اكتب بس فين اكيوميليت. اكتب كلمة اكيوميليت يا ابني. ملاش قزارة. اكيوميليت. اكيوميليت. يعني تتراقم في العضلات. انك بتعمل مجهود شديد. اللي هو الكرامب. اللي هو الشد العضلي. فاتوسل اليك لازم تكون مستفيد من الدنيا في صحتك. وتكون مطبق الكلام ده كويس جدا بحزافيره. وتكون فهمت موضوع الشد العضلي. العب رياضة يا حبيبي زي ما انت عايز انت كلك طاقة. بس على الهادية زي بادي ما تقرس الدنيا جامد. اه انا بقى مضطرة اكمل اللي هو التصوير عشان اخلص. اه لغاية اخر يوم في العيد. فاحاول اريح كل شوية. اقعد ايه. امش عارف ايه. امد رجلي. احاول اعمل كل شوية عصاير. عصاير. وهي دي كانت الكصة بتاعت الشد العضل. ننتقل على الاسد اللي وراه في منتهى الخطورة امتحان مية في المية. نخش على الاسد رقم ستة. وفي غاية الخطورة امتحان رسمي. الاسكوربيك اسد. عارف مين الاسكوربيك اسد ده? طبعا ده الكومة النيم. عارف بقى الاسم الدارج التجاري. فيتامين سي. وركز اوي اوي. عشان تاني حاجة في منهجنا تخص الكورونا. الاسكوربيك اسد. الاستراكتشر. ما ينفعش نرسمه لك. انت دلوقتي حدوس بوز. ما انت فتح اللابتوب. ما عندناش موبايلاك بتذكر منها. الا لو ظروفك هي دي اخرة. وما تخافش. والدنيا هتعدي حلو. وما تقلقش. الناس المكتهدة دي تمام. واللي بتشتغل بقلل الامكانيات ربنا بيبارك جدا. ما تقلقش. بس انت فتح لابتوب و جهاز كمبيوتر او تابلت. افتح تابة. اكتب كلمة اسكوربيك اسد استراكتشر. اتفرج. اتخدر جعلي. مش علينا المنظر. ده الفيتامين سي. تذكر عشان فيه سؤالين في بنك المعرفة. اسئلة تفهى. عارف المعلومة حتجاوب. بيقولك واتس زي اذر نيم فرزة اسكوربيك اسد. فيتامين سي. والسؤال الثاني. فيتامين سي اسكولد لكتك اسد ساليسيليك اسد فيساليك اسد اسكوربيك اسد اسكوربيك اسد. ادي السؤال اهو. اسكوربيك اسد الفيتامين سي. طبعا انتو عارفين في وقت الكورونا من اهم اهم بروتوكول اهم ده وفي بروتوكول العلاج هو الفيتامين سي والزينك. اللي هو الاسكوربيك اسد. القرص اللي هو بيبقى ساعات بيبقى فوره فيه شركات ادوية بتنزله ازا كابسول. اه 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 ده بيعمل ايه? انهانس بيحسن او بوست. عارف لما بحقولك ايه? اعمل بتبوست الانرجي بتاعتك. يعني خد طاقة جمده بتبوست الايه? بتقوي الاميونيتي سيستم. بتبوست الاميونيتي سيستم. ده كترة البيولوجي بقى انتو عندوكو شابتر اسمه اميونيتي ما عارفش بقى خدتو الكلام ده ولا لا. اه ما عندناش تفاصيل ازاي بيشتغلوا الكلام ده كله اه في دراسات كتير ولم يطفق العلمة على ميكانيزم واضح لشغل الفيتامين سي في الجسم. كل اللي طالعين بيه النتائج انه بيقوي مناعتك جامد تقدر تكون جاهزة ان هي تفايت الفارين باديز او الفايروس او البكتيريا. خلصنا? خلصنا. موجود فين? لا انت حضرتك تعودلي في مزرعة فكهة البرتقان. حضرتك تعودلي بقى في اللي انت ممكن ما كنتش عارفينه في خضروات اهم مغدار مشبع بالفيتامين سي الفلفل الاخضر. يا شفا! سيبهوكوا بقى من الادوية وتعب المعدة شفا? الارجانيك كومباوندا الذي خلقها الله سبحانه وتعالى مفيش اجمل منها. البرتقان 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 والفلفل الاخضر مش الحامي الفلفل الاخضر الطبيعي. موجود في الجوافة. موجود طبعا في فواكه كتير بنسب صغنططة بس دي الاماكن الموجود فيها بجرم. طب جسم اللي نخد بقى اللي بيحصل في في الشعب المصري تعالى 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 تعالى. هو الجسم محتاج كمية فيتامين سي كتيرة? لا خالص. لا خالص. احنا محتاجين كمية صغنططة. انا منساش يا داكاترا لما جات فترة كده لما الكورونا شدت وعملوا حظر كلي على البلد والكلام دا كله فترة بالليل بصراحة. اه غير ان كنا بنصور فيديوهات وكده بس في في اوقات كده بعدي على الصيدليات واصحاب اللي فاتحين صيدليات والكلام دا كله وقعد معاهم. انت مش متخيل كم كم علب الفيتامين سي اللي بتخرج في الساعة. انا منساش كنت قاعد في ساعة في منطقة الدقي. صيدلية مشهورة يعني. اه في الساعة الواحدة طلعنا مية وخمسين علبة فيتامين سي. اسفاف. شعب جاهل. شعب مستهلك بالدرجة الاولى. شعب اقتصاديا ما فوش منه رجع. ليه? ازلط 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 يا عم الجسم مش بيستفيد دا. انت عارف كل فلوسك دا يعطاها فين? انا مستح مني. سوري. في الفيسز. ما انت اكلتها وصربتها. مبسوط بقى بفلوسك? والناس اللي محتاجين مش بيلقوه. ليه? لان حضرتك باشا بن الباشا. ربنا انا عم عليك بشوية فلوس فبتبع زقة. نحمي نفسينا. نحمي نفسينا. ايه الزعر دا? ايه الزعر دا? كل اللي انت بتاخده الزيادة سوري لمؤاخزة بينزل من الفيسز وبينزل كمان بي بي. ماشي? في البول. البول والبراز. هديت شفت فلوسك اخرها ايه? بس الله يسمحك. الله يسمحك. انت بتزلم ناس كتير. فعلا بتكون محتاجة الدواء. بيكون حصل كمية نقص. فيه رهيب. الان طبعا الكلام دا كله متوفر بزيادة جدا 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 جدا. فالجسم بيحتاجه بكميات. كل كلمة بقولها. بنك معرفة وكتاب. انا ما بقولش كلمة. اول لما بقولها اخرج برا موضوع اعرف دا لثقافتك. كل اللي انا بقول دا في الموضوع. بيحتاجه كميات سوغنططة جدا. فارجو عدم الاسفاف. وبنطلع جيل فاهم. اتوسل اليك وبطلو سف عشان خطري. لو عايز تسف براحتك براحتك. خش جوه البرطقان والفلفل اللي اخضر. احسن مليون مرة من الدواء. اخر حاجة شركات الادوية وهي بتصنع الدواء. خلي بالك ان الموليكيول دي انستيبل. انستيبل موليكيول مش ضايعة اللي هي مش بتتكون. لا هي بتتلكك انها تتقصر. بايه? بالهيت واللايت. الهيت واللايت. يعني دي لو تثبت في رفف صيدلية مفهاش تهوية ولا تكيف. في درجة حرارة اللي جاية دخل علينا في الايام اللي جاية دي. الدواء دا حيكون تقصر انت هتاخد قرس نشا. لو متعرضة للدوء اللي بتابزورب انتو ادى كثرة بقى في الفيزيكس. دا انتو واخدين بقى كمية سمعت بقى انتو نصها كمية بتاخده البور موديل ان ازاي الالكترون بيكسايت ولازم يكون عنده الديلتا اي ما علينا. الموليكيول دا بتشفط اللايت. اللايت دا بيبقى بيكسايتد بيكسر. الدواء بيبقى بيكسايتد بيكسر. عشان كده شركات الادوية واعية. الصيادلة يا ابني. ما احترامي للجميع الصيادلة يا ابني. الار ان دي. الخلي بالك يعني مش اللي في مصر. في مصر دول بلاليس انا بكلمك عال الصيادلة اللي برا. والبحث العلمي. اوكي? اه مع ان طبعا في نمازك رائعة من الصيادلة. رائعة. دا كاترة الجامعات في بقى جبابرة. research and development دا قسم في المصنع. اللي هو بيعينه فيه الناس اللي جايبها امتيازات بس. علشان دول اللي بيدرسوا الموليكيولز القديمة اللي موجودة في السوق وازاي يطوروها. وهحكي لك على على اللي بعده عملوا ايه? في السليسيليك. فطبعا عشان يعملوه اقراس اولا لازم يستخدموا حاجة اسمها الالمينيوم فويل. من بره ومن جوه. بحيس القرص مش تشوفه عريان كده شايف لونه لا لا بيبقى من فوق كده لونه جري. دا كل دا الامينيوم فويل والقرص مستخبي لما تكسرها وتاخدها تشوف منظر القرص. ليه? عشان فلازم نحميه حماية قوية. ادي كده اول فقرة. اخر فقرة في ايه? يحصل ايه? تعال برضو بيولوجي. اعتقد انتو دا كترة محترمة جدا ودرستو شابتر الهورمونز. فكدت بتاخد الهورمون بيشتغل ازاي? واللوكيشن والفانكشن. بعد كده نقول لك لو زاد عن حده يعمل امراض ايه? لو قل عن حده يعمل امراض ايه? عايزين نعرف لو الفيتامين سي نقص في جسم الانسان. رقم واحد بيعمل حاجة مشهورة جدا. ربنا يكتب لكم. طبعا الناس اللي نييتها تبقى طبق اسنان. ركز يا ماما. ركز يا حبيب قلبي. وربنا يحمينا منكم. فعلا اهلا ربنا يحمينا منكم مش بدء عليكم. بس ربنا يبعدنا عنكم. انتم اكيد عارفين وجع السنان بيبعمل ازاي? لا 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 تقول لي وجع عظام ولا تقول لي كورونا ومش كرة وجع السنان ده لا يحتمل لا يحتمل لا يحتمل. ولو في خراج ولا في صديد ولا درسة حيتشال يا لهواي. يعني ايه الجم بليدنج? لا مش الماستيكا مش مش اللبان مش الجم ولا الاستيكا. الجم هي اللسة. دايما يكون في نزيف اللسة. عارف اشهر عرض. واكتر حاجة الدكتور بتاع السنان او اي دكتور اه السنان. يسمعها يقول لك انت عندك نقص فيتامين سي? هيسألك سؤال واحد. حبيبي هوا انت بتخسل سنانك? ايه يعني يا دكتور من فترة للتانية? اه عشان انت كده معافن يعني. وجايل لنا بقرفك وبتكراه دكاترة السنان. ما انت جايل لنا بمزرعة بكتيريا. مهم. اه هو انت اما بتخسل سنانك بتنزف? دكتور مفيش ولا مرة اخسل سناني غير لما يكون نزل دم. شكرا. نقص في فيتامين سي. يبقى اول عرض ان دايما مع كل غسل سنان مش تجي لك مرة. اصلا انت ممكن بتكون بتخسل فبتبقى بتعملي فيها عمي الجم قوي. فاكر نفسك ابو عضلات فبتفتري على سنانك بتعمل ايه يلا في ايه? بالراحة. فده اكيد هيحصل نزيف لان لسه رؤياء. لانا بقول لك مع كل غسل سنان يحصل نزيف. ده كده نقص فيتامين سي. الفيتامين سي ده النقص بتاعه مش محتاج اي دواء حضرتك محتاج تاكل برطقان. لو انت عندك كلكو عندوكو الحتة دي انا متأكد يعني. مش كله يعني نسبة كبيرة. كل البرطقان الفلفل اللي اخضر اللي هو الكريين بابر ده صح? كريين بابر بالزبط كده. تمام? حلوة اوه. تمام? اه لو الدنيا ده علاج رباني يا ابني اللي بيجي من ايد ربك ده اللي بيجي من خلقة ربك يا ابني ده ما احسن مليون دواء. مرض تاني اكتشفنا في الحروب. بس ده مش موجود في كل المدن ولا البلاد. موجود بس في الحيطة الناس كالعادة النائية. زي فاكر قصة الكحول. احنا الحمد لله شغالين بالبيوتجازات هم كانوا بيلفويل بتاعهم عن طريق ايه? الايسانول. الناس اللي بعيدة دي هو في الحروب اكتشفوا مرض غريب جدا جدا جدا. بيصيب الاطراف بتاع الايدين. تبقى الايدين كده مش عارف تمسك الكوبة يا بص عايز امسك بص عايز اجي امسك القلم اهو بايداية دي. خلاص خلص مش عارف امسك المرض ده اكتشفوا ان هو بسبب نقصان الفيتامين سي. اسم المرض ده ايه? سكيرفي. 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 سكيرفي ديزيز هو مرض بيصيب الاطراف وبيعاني المريض لو ما تعاليكش بيعاني جدا جدا من واجع في الاطراف رهيب ويممكن يفقد ان هو يمسك الحاجة. فالسكيرفي ديزيز ده بنسميه احنا بالعربي الاسكربوت. مرض الاسكربوت. عندي تعاليك بقى انا قاعد برجع وربنا يكون فعونكو. كتاب الوزارة كاتب بقى ارف. ارف. عارف عارف عمل ايه? لو دورت جوجل كله اسكربوت دي كلمة مصرية. ها? كلمة باللغة العربية. راحوا هم عملوا ايه? اسكربوت. ايه دي بقى? اه هو اسمه بالانجليزي اسكربوت. الكلمة دي يا بابا كلمة ابيحة جدا. كلمة لو حد سمع انت بتنطقها من الاجانب او اي دكتور جامعي اعتقد اعتقد حينسفك من وش الارض. انك انت بني ادم جاهل. هذا الكتاب جاهل جاهل تام انه هو ترجم لك اه كلمة الاسكربوت. هم سموه في مصر الاسكربوت عشان بيجي مش عاربة. اما مش قصة يبقى اقرأ انت. الاسكربوت يبقى اسمه اسكربوت. ايه ده 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 ايه ده. عارف اللي هو زي بيحصل في الضبط في المحلات. انه يجي الكلمة بالعربي يكتبها لك برضو بالانجلش. قال يعني هو كده ترجمها. يعني هو كده مسلا ايه اه بدل ما يسمي اسمه مسلا اه المحل بتاعه الموزة. فهو عايز يكتبها بالانجلش. فما بيكتب لكش بنانة. بيكتب لك الموزة. دي كلمة انجليزية يا فندم احلى برندات احلى قمصان عندنا يا معلم. ايش ختنيل. فاكتب الوزارة عامل اباحة. اه وكاتب برضو كمان هنا وهي دي الجملة السليمة. السكيرفي ده مرض بيصيب الناس اللي في الحروب ليه? هو هنجيب لهم فيتامين سي بنيه. هو ناس داخل حرب يلا. بتحمي بتحمي بلدك يلا. قاعدين ربنا يديهم كل الصحة ويحافظ عليهم كل مكروه. بيحموا بلدك. عاعدوا كل شوية يجيبوا برطان يفصصوه وفلفل اخدر. اكيد جسمهم مفوش فيتامين سي. احسن حاجة. فعلشان كده اكتر عرضة للمرض ده موجود. لكن عمرك ما تسمع في كل البلاد ان حد عنده سكيرفي. لان الموضوع ده نادر الوجود في البلاد ولكن اللي تغزيتهم وحشة بيصنف في المرض ده اه حاجة اسمها المال نيوتريشن. يعني مال نيوتريشن. يعني سوق التغزية. فاكرة انا قلت لك محتاج اللغة الفرنسية في العيلة دي. احنا يعني مال دي كلمة بالفرنسية مال يعني بيقول لك يعني كأنه زيرو مال. زيرو نيوتريشن. لا لا مش زيرو اياسف. باد. باد نيوتريشن. سوق التغزية واللي يجيب لك المرض ده. ارجو الانتباه للاسكوربك اسد في منهجك. نقرأ. انا بادمك شرح الاي كي بي على كتاب الوزارة. انت بتتك نوتس. تشوف اللي مكتوب عندك واللي ناقص تزود. اسكوربك اسد اس فيتامين سي. ارجو من جميع الاهالي الهدوء وعدم الزعر وعدم شراء الادوية اللي فيها فيتامين سي لان كلهم لما اغزة فلوس حضرتك بتنزل في البراز. شايف حرف السي جميلة جدا الصورة دي. كل اللي جوه ده مليان فيتامين سي. شايف خير ربك. شايف نعم ربك. شايف جميل ربك. وانت قلقان وسايب ربنا ولك انه موجود استغفر الله العظيم. ولا كل حاجة دخلها بدراعك. فاكر بمذاكرتك انت هتنجح. فينه? كل النعم دي موجودة ما تخافش اعمل اللي عليك هو في طهرك. ويكمل يا رب ان شاء الله يا رب يكمل كل تقصير اذا جددت النية ويه? بقيت صافي النية مع ربك في صلاتك كده ان انت بتاخد معا وعد ان انا همشي زي الاسد بس برقتك معانا. عشان كده بنعمل بألمينيا وفويل نحافظ عليه من بره ومن جوه. اه مهم في ايه? احنا بناخد نقصانه. نقصان بص القذرة اشطب عليها بكل قلبك. اه او خليها خليها ما في الامتحانة يستخدموا لغتهم بتاع الوزارة. يجد عنده فلح اسكاربوت اسكاربوت السيمتمس بتاعتهم ايه بقى? واحد الجام بليدنج اتنين جوينت سوالنج يعني المفاصل بتنتفخ جدا وبيفقد متعرفش تمسك الحاجة وكده خلصنا. نقص اخر اتنين رقم سبعة اه ويه تمانية يلا بينا ننتقل على الاسد رقم سبعة اللي موجود في حياتنا. السابع سليسيلك اسد منظره ايه? سليسيلك اسد منظره ايه? حد فاكر ما انت كده المحاضرة اللي فاتت وقعتها نومينكليتشر الاسد دي علت الملوك توقع الاسد يعني اه في النومينكليتشر بالزاد كده على الله حكايتك ماشي كان يا دكتور اه اولا ده كان اروماتيك كاربوكسيلك اهو ده كده بنزيوك ركبنا له او اتش معاه اللي اتنين في وضع مع بعض القرصو يعني تركب الاتنين هنا هنا وهنا هنا وهنا انتو اسد زاد بنزين بقى حلوة قوي معلش طلب بسميلي ده ايوباك وكومان ايوباك وكومان بوز كأنك رجعت الايوباك في السريع على طول اولا اهم حاجة تختارلي العيلة العيلة بتاعتك مين بنزين غلط في بقى طالب احتار جدا الله انا عارف يا دكتور تركت انه هو في حاجات محفوظة اللي لو ماسكف سي اتش سري ده اسمه اتولوين ماسكف او اتش فينول ماسكف سي او او اتش بنزيوك ماسكف سي اتش او سيداب البندو او اتش بنزلدهايد دكتور انا ما عرفتش اختار لأ ازعل منك قوي لانا بقولك احنا عيلة الملوك انت تلاقيك تلغبط اسمي ده فينول ولا بنزيوك اسد يا اخي حرام عليك يا ابني الاسد هنا اهو اهو لقلم مش عايزه خليه فوق بقى اهو الطوب الطوب بتاع الجدول كله في البيتوريتي الطوب بتاع الجدول تختارلي العيلة بتاعتك فينول ومطنش يبقى طبعا البيرنت اكيد البنزيوك اسد حلو قوي طيب ده حنسميه ايه اولا ابوك وامك ياخده رقم واحد فده رقم اتنين اتنين ايه بقى اعتقد انت تعلمت من الاجزامبل اللي فات اتنين هيدروكسي بنزيوك اسد الكومة النايم طبعا انت عارف في البنزين بنسمي كومة النايم على اساس الاوضاع ارسو ولا ميتا ولا طارا فطبعا هنا الاتنين مع بعض ارسو ها هيدروكسي ما انت برضو اسم العيلة ها بنزيوك اسد غير كده محتاج بسرعة توقف وترجع بس انه لو انت عايز تعالج اخطائك دي حاجة ترجع لك نخش في الموضوع بيقولك انه يعتبر السليسيلك اسد هيدروكسي صح؟ من ايه؟ من أليفاتك كاربوكسيلك ولا من اروماتك؟ لا ده هيدروكسي ديريفيتف اف اروماتك اسمه ايه ده؟ اسد حلو قوي الكلام لغد الوقتي فلة السليسيلك اسد ده بيستخدم اذا ايه؟ حاجة مهمة جدا البينكيلر مسكن محترم جدا جدا اسمع الحكاية كانوا بيجيبوا السليسيلك اسد ازاي دكتوري عظيم ياللي كلك علم ومتميز عن اي حد حواليك هيتفايع تطلع ان انت متعلم متعلم وعندك ثقافة الى جانب مقفل اللي امتحن في اليوزز اللي جاية عشرمائة الف مليار في المية انت كسبان كل حاجة كان بيبقى فيه نبات معين مش هنقول اسمه يعني النبات ده كان جواه مادة السليسيلك اسد احنا مكناش عارفين نفصل السليسيلك اسد لوحده كان الحل اللي قصدنا ايه؟ العلاج بالاعشاب نجيب العشب ده نغليه ندوبه نشربه يبقى انا شربت السليسيلك اسد كان مسكن عالمي مسكن عالمي لمواخذك ولك انك واخدت رمضوني مسكن ابن حرامي يعني مسكن جبار لغات ما العلم اشتغلوا وعرفوا طبعا ازاي يفصلوا المواد بالفراكشنال ديستيليشن نسخن وعند درجة الحرارة نثبتها يبدأ يطير نجمعه نعمله ادوية فده بيستخدم مسكن للالام كل الالام اللي تتخيلها الصدع المفاصل علاج الروماتيزم الام المفاصل ربنا يحميكم منها ويحمي اولياء اموركم ان انت ربعا بتيجي للسن الاكبر وجده وتيتا وماما وبابا ربنا يحافظ عليهم ويمشوا على العلاج مهمة اوي بتاع الروماتيزم الروماتويد ده خطير فمسكن للعظام والكلام ده كله تمام الدنيا فلة ومفيش اي مشاكل والقصة حلوة جدا ابتدت كالعادة فاكر الديدي تي كل ما ننتك حاجة وتبقى كفائتها سوبر لوكس العالم اجمع يستخدمه ببشاعة استخدمنا جامد اوي يا معلم وجدنا كمية الشكاوي تتلخص في الاتي رقم واحد استمك الصر يعني استمك الصر كرحة معدة كمية الناس اللي جالها كرح يا رجالة اد كده ليه يا باشا ده سليسيلك اسد ده عيلة اسد ها ها وانت عندك مجموعتين يا معلم بتطرد الاتش الاتش بتاعت الو اتش والاتش طبعا انت عارف ان الكوح طردت الاتش ببنتها الهابل ولا اخبار مذاكرتك ايه على الله حكايتك والاتش التانية برضو دي اللي طالع من اروماتيك عارفنا ان هو البند ما بين السي والو قوية جدا بس الاتش تقدر تخرج بمنتقة السلاسل ان امور بولر الى اخره مش فاكر اي حاجة من اللي انا بقولها يبقى انت عارف طبعا ان انت ايه هترجع عليها عشان تحسن من مستواك او تنفض وعلى الله حكايتك ماشي اه اعمالين نزل المعدة ما هو الابسوربشان لازم يعدي على المعدة فحضرتك حاطت حمدة قد كده في المعدة فبيبدأ يأكل كل جدار المعدة يأكل جدار المعدة يأكلها يأكلها لغات ما أعمل لك كرحة الناس للأسف دي حتة مني ليك هخرج بر موضوع دقتين الناس للأسف بتتعامل مع مرض الكرحة ولا كأنه عادي الكرحة دي يا حبيب قلبي ده بتعمل كم بلاوي فيما بعد لو ما تعالجتش بأدوية المعدة اللي هي بنسميها أدوية الPPI Proton Pump Inhibitor التفاصيل ما لكش دعوة بيها حاجات بتعالج الحمودة ازاي ده بتقللها أشهر الأدوية أكيد سمعت عنها النابيزول الأميز نيكسيام اسمه ايه ده كنترلوك ايه ده جبار أدوية كتير كده أدوية يعني أدوية كتير جدا لازم تاخدها كل يوم على الريق الكلام ده لو الألصر ده ما تعالجش يا معلم بيعمل كمية بليدنج بيأثر على المريق ينتهي الأمر الكنسر يعني بعد الشر وربنا يعافي كل يا رب كنسر ولا بتعرف تاكل وبترجع دمه ومعدتك مقلوبة وقزارة أرجوك وكلنا عندنا كرح أكبر نسبة كرح موجودة في الشرق الأوسط الله يبرك لكم وتكر والتزموا بالعلاج لأن بالعلاج بيخليك سوبر لوكس ولكن تهملوا وتقول يا عمي دي كرحة طبعا السجاير بتزع على الكرحة بص السجاير والقهوة انت عارفك انك بتعمل ايه انت مفتوح من هنا حاجب لك كمية كحول كونسنتريتة أدلقها الجرح صباح الوجع ده اللي بيسمعني تواجع انت بتعمل كده القهوة الكتير الشاي الكتير الدخان بيزعل 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 الألصر فتيك كير وجدنا السليسيلك أسد بيعمل كده فطبعا ابتدوا يوقفوه وجدت شركة أدوية في منتهى الكوة كالي هي الشرف ان انا وانا طالب كنت اتدربت فيها اخدت ترينينج فيها يعني شركة باير دي شركة ألمانية انت عندكم كلكو دلوقتي اللي انا حقوله كل الشعب المصري عنده في بيته ده وده مهم جدا رحت شالت بقى حتة الـ H ركبت له مجموعة اسمها الـ Acetyl اللي هو C-H3-COO ولعبت في حاجة منعت شايف بقى شايف الصيادلة شغل الأبحاث منعت من الآخر الحتة الـ Acetic الجمدة جدا دي تتعب المعدة طلع المنتج اسمه ايه؟ أسبرين ياه ده قصاد مكتبة يا دكتور بص على اسم الشركة تحت باير شركة مالتي ناشنال المقر الرئيس بتاعها في ألمانيا الـ R&D بتاعهم مبدع 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 قدر ياخد كل الـ Benefits ويطهرنا من كل القرف الأسبرين اللي بيستخدم في بروتوكول الكورونا عشان يمنع الجلطات الأسبرين ده ديشليار في المية حكتب بص كده ولسه لغات ما وصل لإجزام عارف ده فين؟ افتح اخر صفحة في المنهج في الإستر هنتكلم ازاي بيتحضر أبقى راجلها بل ومسوش في العلم نكلها لو مجاتش انت مش فهم يعني ايه اسبرين في مناهج chemistry هي صعبة؟ اتفهم التفاهي بابا انا بكلمك عندما تذكر اسبرين انت داخل ضمن سؤال في جيبك الى جانب اللي انت بتجمعه في الكشكول ورايا زي الإسانال والفرمنتاشن والمعلين يعني تمام؟ فهي دي الكصة وعالجنا الموضوع بيستخدم فيه رقم واحد مسكن للألم رقم اثنين ده مش السالي سيليك ده باير لعبة في السالي سيليك أسد عملت اسبرين فاكر الفينول تعالى من ضمن اليوزيز كنا بنقول بنستخدمه كستارتنج ماتيريال عشان اصنع بيه الاسبرين تم الحتة دي فيها فينول هتفهم المحاضرة اللي جاية بإذن الله يا رب تمام؟ فالسالي سيليك أسد اتعالج بالمادة اللي موجودة في الاستر يعني افهم من كده دكتور ان ده استر اه الاسبرين استر احنا بنقولك بس الاسبرين جيه ازاي جيه من السالي سيليك أسد عشان نتخلص من قذارته وبلوي السودا اللي بيعملها بالرغم البنافيتس الرهيبة فشركة عملاقة فبنستخدمه مسكن للقلب بنسالي سيليك ها نرجع لموضوعنا بيستخدم في حتة مهمة جدا قالك هو احنا مش اتفقنا ان المادة الاسيد الكوروزف للجلد بتهري الجلد اه استخدموه استخدام عملاق حلو جدا لعلاج حب الشباب اه واعلاج الوارتس ايه الكلام ده معلم بالراحة كده بص كده معايا في الكتاب صفحة 384 سليسيليك أسد هايدروكسي اروماتيك أسد سمينا خلاص ايوباكو كومان ده من عندي اه 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 امبورتنس يوزد ان اليمينيشن وفي سكين وارتس سكين وارتس اكتب عليها شوف شكوك الجلد شكوك الجلد عارف لو كتبت على جوجل ترانزليت هيطلع لك كلمة مضحكة جدا بيقولك بيعالج السقليل بفه بتاعت الجلد يعني شكوك الجلد الجلد يا جدعان لما بيكون متشقق ودي الرسالة لكل اخواتنا حبايبنا فوق راسنا هم يعني السبب الرئيسي ان يكونوا موفرين الغيزة المصر كلها اخواتنا اللي في الغيط والقرى عندهم عادة عادية هم ورسوها كده ان هم المفروض دايما بيمشوا حفيين واحنا في القاهرة الناس بتمشي فيها اصلا انا ببيتي بمشي حفية الجلد بيبدأ يتشقق رجالة الجلد بيبدأ يتشقق ولو انت روحت لأي دكتور جلدية بص على المنظر ده عمره ما هيسيبك غير لما يكتب لك مرهم كواسه لسيلك اسدي اما بقى يكون دكتور حمار تمام؟ ليه؟ لان عارف لما الجلد يتشقق اكمل بكتيريا اللي ممكن تخش جوه الجسم رغيبة هتعمل صديد وانفكشن ابن لازينة يمشي في الدم لقدر الله لو ما تتلحقش يؤثر على القلب تموت خلصت فالجلد المشقق ده بنعايزين نموته نموته ازاي كده وكده خلاص ده جلد معافي فبنحط السليسيلك اسد مادة كوروسف مادة تقعد تهري الجلد بقى بص عارف لما الجلد لما تتعور ويتهري تهري الجلد عشان في الاخر تقشره مبروك تلعلك جلد جديد بسبب الميتوزز ديفيجن بتاع ربك الذي يريد ان يرى ابداعات الخالق في حياتنا يجب ان يدرس جسم الانسان فاكبر تحية للناس اللي بتدرس البيولوجي وبتدرس العلم ده وهيكونه يوم بالايام ده كترة انك بترى ابداعات الخالق وحكمته وضابط الكل ضابط كل شيء في جسمك ابداعات الخالق في جسم الانسان رهيبة يا جماعة رهيبة فبناكل الجلد طب الاكني طبعا كلنا كنا عنينا ولما هتخش الجامعة وانت في سنوية عندك حبوب قد كده لازم تاخد مرهم فيه نسبة سليسيلك أسد اثنين في المية ليه؟ هتاخده هيمتص الجلد هنا هيكعبر وفيه فسفوسة بيضة بقى والقرف ده كله يفضل ياكل الجلد المعفن ده علشان يتخلص من الفسافيس فيجلد وبعد كده بتلاقي نفسك ايه؟ القشرة ممكن تغرشها كده تشيلها ترميها كده تخلصنا من حب الشباب لازم يكون المراهم بص على اي مرهم يا معلم لازم المرهم بيهر الجلد ده الميكانيزم اهر الجلد موت الدنيا اشاره طلع جلد جديد تخلصت من حب الشباب ومن شكوك الجلد سأليه للجلد بيخش كمان بيحمي البشرة مهم جدا انه برضه قولي علاقة انه بيمتص الالترا فيلود ري يا لهوة على السؤال اللي جاي ده اللي جاي في دماغي دلوقتي شفتك فيه نابل كده انت اخدت برضه كريمات مادة معينة بتخش في الكريمات تمنع انتصاص الهرم في الريز فكر فيها وبقى جاوبني بقى في الفيديو تحت كده اسم الشابتر اسم المادة وعلى اللي حكيتك ده مهم ده اللي هشتغل عليه المحاضرة اللي جاية عشان احضر الاسبرين الاستر جميلة جدا سهلة جدا اليوزز بتاعتها بس فيها رخامة لكن كلها ان شاء الله تمشي سموس وعبيطة عبيطة 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 وحاجة اسمها المروخ اويل جاي في الاستر ان شاء الله خلص السابع نختم باخر موضوع انتباه شديد من طلبة كلها وبالذات طلبة العلم العلوم البيولوجي لان احنا هنحتاج نشرح حتة عليك يا رياضة عشان تكون فاهم حتة عبيطة جدا انت عندك خلفية عنها اصلا ولو مش عندك بطمنك كل ده بل الحتة بتاعت الدقيقن ايه بعد ما اطلعنا وعرفت يعني ان هو في الدقيقن ايه بتترسو انواع البروتين ويعني ايه بروتين وانواع البروتين كام عددهم كام تعالى بقى لما زبطك كده ودلعك حتة كيميا عشان الحتة دي تفيدك في الكيميا وفي البيولوجي وما تغلطش فيها وكل الناس تبقى جاهزة للأسئلة في الحتة اللي جاية دي طول نختم باخر واحد يا جماعة وده اللي ممكن في النظام الجديد يكون فيه لاعب في الأسئلة ارجو الانتباه الشديد وركز يا بتاع البيولوجي عشان ممكن بالمرة لو انت تود ناصح وجدع تفتح ما لازمك او المصدر بقى اللي انت بتذكر منه تقرأ الصفحة بتاعت البروتين اللي عندك هتلاقي الصورة كلها اكتملت ميت فل وعشرة وسبتها في دماغك يعني عصفورين بحجر واحد امينو اسدس او ما بتسمع الاسم ده كل الرجال بتاع الجم عارفين ايوه 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 البروتين الامينو عشان العضلات وخلافه برافو عليك اكسلنت صح بص بقى ركز معي الامينو اسد نبتديها من القصة بالراحة ربنا سبحانه وتعالى خلق كم نوع ناتشرال امينو اسد في الحياة خلق 20 نوع 20 different types من الامينو اسدس ماشي طيب في كلمة مهمة اسمها البروتين بروتينات يا جدعان بروتينات بروتين في اللحمة بروتين اللي في البيض البروتين اللي في الفول زي ما كده سامير غنب كان بيقول كل بروتين ولعب في الطين كل بروتين كل بروتين مختلف بقى تكوينه في كل مادة طب احنا جسمنا احنا اتفقنا عندنا 200 الف organic compound جوا جسمي وفيه بروتينات جوا جسمي كل بروتين وليه شكله وليه تسميته وليه حكايته وقصته الفكرة كلها ايه دخلوا بقى بالاسدس لا اركز بس يا بابا دي كده في الحاجة الاولانية ان ربنا خلق لنا 20 amino acid natural دي خلقت ربنا ربنا خلق عشرين نوع الانواع دي بتوع كيميا سموها alpha amino acid ايه بقى القصة ايه الحدوتة لا على الهادية يا زبادي ما تقلقش موضوع ابسط مما تتخيل درست ابنك لتعلم الرياضة طبعا علم علوم كلهم هيجاوبوا لان عندهم يعني لو كانش اخدوا الورقة دي ما كانش حده هجاوب او ليلين اوي تعال انت علم الرياضة خليك حلو ما درستش حاجة في البيولوجيا زمان فقولها سنوي درس اسمه البروتين حتى لو ما درستش ما يهمنيش البروتين منظره كده كربونا في النص ركز في التفاصيل دي كلها كل حاجة دي هنا مفيش ولا كلمة برا كتاب الوزارة وبنك المعرفة والاضافات منجيب كربونا في النص اللي على اليمين دايما لازم يكون كربوكسيليك أسد فونكشنال جروب الكوح يبقى احنا في المنهج يبقى احنا في العيلة الصح الحتة الشمال مجموعة اسمها امينو مين الدكر اللي حيقول لي رمزها ايه لان الدرست في البنزين واللي ما يجاوبهاش على الله حكيتك رمز كلمة امينو كنت اخدتوها في الدكتور لاش اقول لا الناس بتفتح الورقة اصل جاوبتاها دكتور بس بقى سابق ان اتش تو لو جاوبتها لوحدك يبقى انت رائع ما دا كان متديركتنج جروبس يا معنم اللي كانت بتوجه قرصة وقارة حتة امينو دي حتة بيزيك صفاتها بيزيك اللي انا خدته بقى في سنوي ان دا عنده لون بير واللون بير دا بيمسك في البيزيك مش مهم حتة بيزيك وطبعا طبعا الكوح اسيدك ولا نيوترال ولا بيزيك اسيدك يا دكتور طبعا احنا في عيلة الاسد لما يكون عندك بيزيك وهنا اسيدك والاتنين نفس الكوة دا بيز محترم وده اسد محترم او لو دا بيز ضعيف عشان بضقيك في الكلام دا ويك بيز وطبعا احنا متفقين ان دول ويك اسيدز عيلة الارجانيك اسيدز دي ضعيفة قوي اسيدك ها لا تقارن اي مقارنة مع الوحوش بتعلقين اورجانيك فمركب البروتين كله ايه نيوترال لا هو حمدي ولا قلوي دراع يمين كوح دراع شمال دراع شمال بيزيك دراع يمين اسيدك ممكن تعكسهم طبعا انت الارجانيك اتعلمت بقى البند التالتة اله البند الرابعة الار الار دي ممكن تكون اي مجموعة ممكن تكون يا دكتور اتش اه مدال اللي كتاب الوزارة طلبه منك الحمد الله لان اكتر من كده كان حيبقى افترع على علم الرياضة يبقى دا كلام اصلا هبن بقى فممكن الار دي تكون اتش ممكن الار دي تكون او اي سايل او بروبايل او بيوطايل او فينايل او فينايل وطلع منها كلورو ملكش دعوة بالكلام ده كله ده كده الستراكتشر بتاع ايه الامينو اسد انت عايز تقولي يا دكتور عايز اقولك ان الامينو اسد دي جاية الامينو اسد دي جاية as a derivative من علة الكاربوكسيلك اسد اهه ما في علة الكوح فالامينو اسد اللي هو بنسميه المونيمر السغانطط يمسك فقمينو اسد يمسك فقمينو اسد فقمينو اسد تاني اشكال مختلفة اشكال مختلفة يروح اعمل حاجة طويلة اسمها البوليمر بوليمر يعني مادة كبيرة من حاجات سغانططة السغانطط ده اسمه مونيمر عارف ان انت انا مأجلك موضوع في الاخر خاص حلو حلو الكلام عايزين نقول ايه بقى انت لغد دلوقتي يا دكتور انت ما شرحتش يعني ايه كلمة الفة بص يعني ايه الفة لو عيل في الشارع نفذ اللي بقوله لك نصا شايف الكوح اه شايف الكربون اللي جنبيها اه اسمها الفة خلاص خلصت يعني ايه الفة الفة يعني اول كربونة بعد الكوح فرست كربون بصيد الكوح خلصت يعني انت حتبروز بعينك اهو دوارية على الكوح اول كربونة بعدها الفة طب دكتور معلش بفكر معاك لو كانت فيه كربونة بعديها يعني لو كانت الكربونة هنا دي او بص خلينا اكمل لك المعلومة دي الالفة بنسميها الالفة كربون بنقول بقى على الالفة امينو اسد يعني ايه يعني الالفة كربونة ماسكة في الكربونة الالي جاية جنب الكوح تاني الكوح عايز اشوف فين الالفة كربونة الكربونة اللي لازقي فيها ماش دي الماش دي اللي جنب الكوح دي طب مش متفقنا ان الكربونا لازم تدلدل NH2 اوه يا دكتور خلاص شكرا لما الكربونا اللي جنب الكوح هكترسمها لك بشكل تاني اهو فين الالفا كربون دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي دكتور الالفا خلصنا اللي جنب الكوح حلو قوي يبدا اسمه alpha amino acid ليه لان الـ NH2 مدلدلة من الالفا كربون ويعني ايه الفا كربون هي اللي جنب الكوح طب دكتور معلش تخيل بقى ان احنا دلدلنا دي هنا حلو قوي تسمع عن اللغة اللاتينية الفا تفتكر اللفظ التاني اسمه ايه بيتا برافو عليك طب بعديها جاما طب بعديها دلتا يبقى لو قلت بيتا amino acid ركز في كل التفاصيل انا مرعوب من الاسئلة بيتا هي تاني كربون بعد الكوح يعني الكوح مش بتتعد اول واحدة دي اسمها الفا تاني واحدة يبقى انا عارف مكان الـ NH2 كده لان الاختيارات ممكن يقولك تشوز مين اللي يسمى بيتا amino acid مصر كلها هتختار هنا لان مش متطلع على زيادة البنك المعارفة بنك المعارفة جاي بصير عن البيتا والجاما والدلت خد مني بس خلي انت 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 معدي الدنيا معدي معدي الدنيا يعني تمام اه كله هيختار بس 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 الالفا اللي هي جنب الكوح مهم محفظينهم كده فيقولك الرسمة اللي فيها دي غلط هي الرسمة اللي فيها دي ليه ندال بيتا طب يعني ايه جاما هي تالت كربونة بعد الكوح يبقى تختار الـ NH2 على تالت كربونة بعد الكوح والدلت ربع كربونة بعد الكوح الانسان بقى ابتدى يستثمر خيرات ربه وعمل كمية artificial amino acid لا تعد ولا تحصى artificial amino acids amino acids عمل ايه بقى الانسان احنا عندنا عشرين عايز اقولكو حاجة ده كاترة هخرج برا الموضوع دقيقة احنا كان علينا طبعا في مادة اسمها الـ Biochemistry ما ديف صيدالة بابا وفي علوم طبعا ده قسم لوحده الـ Biochemistry ده بندرس ببروتينيا معلم وبندرس العشرين واحد بالـ Structure وحفظ نار كلنا عمرنا محفظناه لغات وقتنا هذا حتى دحاح الدفعة بيكون حافظ الـ Round 18 واحد لازم اتنين حيقوق عشان الناس بقى اللي بتتكلم اصل ايه ده المنهك تقيل اوي الكيميا دي صعبة اوي اسكت انت مكانك اولا من الصيدالة ده تنبيه لمصلحتك الصيدالة مفهاش هزار لو انت مش قادر تقرقش الكتاب ده طبعا اورجانيك كيمستري هانا ماليش دعوه بالقرف ده وشابتر 2 ماليش دعوه بالقرف المنهج اللي بعد كده 2 و5 مش قادر تقرقشه مش هتسلك في الكلية ربنا هيديك مجموه هتجيب 98 هتخش الكلية هتقعد فيها هتكتائب هتطلع تغير تعمل Career Shift على مسئولتي الكلام ده لان كل الدفعاتي كده تعالي المعظم يعني عشان ما تكونش مبالغ كلمة كل دي يعني تنم عن الان كله فاتكر بس يا بابا مش عارفين نحفظه صعبة يا جدعان فوق مما تتخيله طب عشان تصدقني اكتب على جوجل افتح جوجل اكتب 20 amino acid structures هو جوجل هيكتبها لك لو كتبت 20 amino acid حيقولك كلمة structure دوس عليها افتح لي تاني لينك تقريبا اتفرج على الجدول لو دكر احفظه مش هتعرف انا واقف اصدقني مش حافظه اذا منفضل نعمل عليه اغاني ليه هتعرف بقى الجاية دي انت عليك واحد بس منهم الحمد لله واحد بس من العشرين الطبيعي فاللي ارجع للموضوع ابتدى الانسان يعمل يركب بقى تخيل بقى الامين واسد مثلا اول واحد اسمه one two three حان كانهم اسامي ارقام يعني ممكن الانسان يركب ايه واحد بعده تلاتة بعده اثنين بعده كدة ستة بعده كدة خمسة بعده اربعة ادي نوع بروتين شايف بقى كم احتمالби يا بتاع الماسيماتيكس و بتاعت ال الستاتاتيستيكس وال칠 التصلا mates طب ممكن واحد بعد كدة 20 بعدكده الامين واسد رقم 19 بعدكده رقم 33 بعدكده اربعة بعد كده خمسة بعدكده اثنين لا 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 درمغة 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 في الكتاب وفي المخ درمغة فابتدينا نصنى بلاوي كتيرة طيب تعالى كده ناخد الإجزامبل اللي عليك في كتاب الوزارة اللي هو اسمه الجليسين ده واحد من العشرين جليسين اتفقنا انت مفروض ترسم البدايات يمينك كوح غيرلك لتفكر اننا لازم ارسمه على الشمال المهم في مجموعة انه اتش تو ولازم يكون في اتش الرابع ار عارف الجليسين ابسط واحد بيركب اتش تاني يبدل بتاع الجليسين شلنا الار حطينا الاتش طيب دكتور لو شلت الاتش بقى سي اتش سري اه لا ده بقى واحد تاني فمثلا عشان نحاول نحفظ كان في واحد اسمه جليسين واحد اسمه ليسين فبنقول انا جليسين واحنا ليسين فاهمني نعود بقى نحاول نغبي وفي واحد تاني بقى اسمه منتها تقرأ اسمه أرجنين دعمين واسد ارجنين فبنقول ناخد ارجنين ونشجع الارجنتين اي هبل في الجبل بيتقال عايزين نحفظ باي طريقة كنا في حاجة للي بيدرسه كيميا معظم مش يعني الناس اللي بتدرس كيميا لسنوية عامة بالطبلة والسكسكة عارف بقى لا ده اللي حينكزني ده اللي حينكزني انا عايزه فاللي طالع بقى ويجعر في المايك انا عايزك قوي اعمل لي اغنية وشعر عشان احفظ لان بيها حقفل ليه لان حتة حفز جليسين ليسين ارجنين تريبتوفان تاخدو وتنام حاجات كده بلاوي زرقه سودا فينايل امين امين بلاوي زرقه حتبص على الجدول ده لسه ده الاسامي سهلة الضقر يحفظ الاستراكشورات بس كده فده جليسين عايزه اقول انه هو ايه امينو اسد ديريفاتف امينو اسد ديريفاتف جاي من عائلة الكاربوكسيلك لعبنا في الستراكشورات عارفها جيس ازاي؟ تعال اخد بقى حتة فهم من عامك دكتور جوزيف عارف ده جيس ازاي؟ ده اسمه ايه؟ اتفضل وتمتع بجمال فهمك بقى لا ده مصر كلها عارفها صفر في المية لا ده بمعنى الكلمة صفر في المية كلكم حافظينه ده الاسيتك اسد حلو قوي مش دي عائلة الكوح ودي تلك كاربونات معلش ممكن عاملها ديسبلي فورميلا عشان نفهمك الدنيا جات ازاي؟ قال لك احنا مش هنعمل رأكشنات ناحية الكوح خليها دي اول حاجة انا بقول لك ازا اكزامبل تكون ازاي؟ قال لك اول حاجة شيل اله دي وبدلها بمجموعة اهو تعال يا عام نرسمها اهو اهو بقى دي اهو ملكش دعوة الميكانيزم ازاي؟ اهو بس خلاص وخلي اله تاني مين ده؟ مين اللي انا رسمه ده؟ مين ده؟ اه يبقى امينو اسد وفيه اتشتين ده اللي عندي في المنهج بس اسمه الجليسين شفت بقى انه هو اصلا الجليسين جاي من الاسيتيك اسد فكنا بنسميه زمان ايه بس الاسم ده مش مشهور ممكن نسميه غير جليسين نسميه امينو اسيتيك اسد على اساس ان نركبنا حتة امينو على الاسيتيك اسد لاخر مرة هقولها سريعا جبت الاسيتيك اسد طيرت اتش بدلتها برياكشن حطت ان اتش تو فبقى المنظر ده هو الجليسين فممكن نسميه ايه؟ اه ده انت كنت اسيتيك اسد بس اتشايت بدلت فانت اسمك امينو ان المجموع دي اسمها امينو اسيتيك اسد وبالشفة ويا سلام الفهم ويا جمال الفهم ويا حلوة الفهم يلا نقرأ سواق القصة ماشي ازاي امينو اسد ار امينو من الكاربوكسيليك اسد من الارجانيك اسد صح عندي حاجة فيها كوح حطيت مجموعة الن اتش تو زي سيمبلست نمبروف امينو اسد اسجليسين ابسط واحد مفيش اهبل منه لان الار اللي وراه على طول انا ما اتذكر مش فاكر الالانين تقريبا هتحط سي اتش سري ميسايل ايا الموضوع يكبر وتحط دابل بند وهتحط في نايل جنان وسلملي على الصيدلة ماشي اتس فورمت بايري بليسنج اهايدروجين انز االكايل جروب بنشيل اتش من الالكايل جروب ونبدلها بمجموعة الاماينو ودي الرسومات على جنب والدنيا فلة اماينو اسد which exist in nature are numerous كتير يعني اللي موجودة عندنا في الحياة احنا عندنا العدد لا يحصى وبيقال ان هو انفينيتي عمرنا ما هنخلص لان بيه حضرتك هو انت حجيب البوليمر بتاع بروتين بتاعك حجيبه معمول من كم اماينو اسد واحدة هيقول لك عشرة واحدة هيقول لك اتناشرة واحدة هيقول لك خمسين الف واحدة هيقول لك مليون احتمالات بانتلازينها بيابتع علم رياضة طب بلاش جبنا يا عم الخمسين هترتبهم ازاي جلايسين ألانين أرجينين تريبتوفان ولا تريبتوفان جلايسين جلايسين ألانين احتمالات قد كده ده جيف ريزون عندوك في بيولوجي بيقول لك جيف ريزون ليه عندنا عشرمائة الف اماينو اسد بالرغم الله اوجد عشرين ليه انا من العشرين دول اقدر لعب لعبة البازل باحتمالات بانتلازينة اماينو اسد ار فاوند ان بروتيني ار كاركترايز باي بيينينج الفا اماينو اسد يعني ايه انويتش اماينو جروب مسكة على الفا كاربون يعني ايه الفا كاربون اللي لاز اراش للقالبوكسايل جروب مهمة في ايه بقى كل الهاري ده حبيبي من غيره مفيش بروتينات يبتع الجيم بلاش في قصة مهمة جدا اه او قبل القصة يعني بيقول لك ملحوظة تحت بيخليك بقى تفهم الدنيا دي مشيت ازاي فتعال بص كده باختصار ازاي بيعملوا ربطة ما بين اتنين اماينو اسد ماشي هفترض ان انا هجيبك الجليسين اللي انت حافظه اهو بص كده احنا في الرسمة اللي تحت دي اللي هو بس عشان تبقى فاهم الحدوطة والحوار بص المنظر ده اهو بس انا محتاج بقى افرد الكوح دي عشان طالما داخلين كيميكا الرياكشن يبقى لازم تكون انت ايه لعيب مجموعة الان اتش تو الجليسين اتفقنا اتش و اتش الاتش دي سابتة المهم دي الجليسين كده ده اسمه الجليسين هجيب واحد تاني ملاكش دعوة بيه انا حقوله لك الالنين بص عامل ايه بكز بقى معايا الله يباركلك هنا بقى حفرد الان ادي اتش و ادي اتش ولا انا غلطان والكوح في حالها و ادي الاتش الار حركب انا سي اتش سري ليك فيه تمام ادي كده امينو اسد نومبر ون ادي كده امينو اسد نومبر تو ازاي بقى المونيمر ده بيمسك في المونيمر ده على فكرة بالشرح اللي انا بشرحه كده يبقى انت سهلت علي فيديو لان النوع التاني اسمه انا بشرحه دلوقتي كده ناقص لي اللي هو كان فاعلة الالكين وعلى اللح كايتي ماشي هم ركز عشان كده انا بشرح لك يعنيه يالله يا عامل اهي نستغل الفرصة مش قدرين نشرح اي حاجة جديدة وكفاية قوي كده اصلا يعني كفاية قوي حين اللي بيحصل ايه معلم يعنيه كندنسيشن تكسيف بيقولك شروط كندنسيشن كليميريزيشن واحد ايو اكتبها فين واحد لازم تجيب اتنين مختلفين لو زي بعض ده مش كندنسيشن ده هيبقى قديشة تاني شرط لازم تشيل مية بس انا كده شرحت كندنسيشن البالمارا ابالمارو ابالمارو ان انا عايز اعمل من مونيمرز حاجات كتير كده انا ببالمارو لان ليه استخدامات البروتين احنا بنصنع بروتين ازاي كانسان بحكيه لك بيكوندنسيشن هو الامين واسب ده هو ده المونيمر الفسل ده هو ده لا يا دكتور ده كده وده كده يبقى اول شرط تحقق رقم اتنين لما بيتفعله بيتشال مية بنشيل سمول موليكول سمول موليكول اللي هي مين المية ما تشيل لي مية كده ما بينه اهو ده بلس ده شيل مية شيل مية وفردلك الدنيا عشان بايدك برافو عليك ادي الو اتش من الكاربوكس واي اتش اهو شكرا المية طلعت كده عملنا كندنسيشن طبعا المكان ده فضي وعنده فري راديكال وده عنده فري راديكال قل دم يا معلم خلصت بقيت انا اتش تو مش عارف سي ماسكا في اتش ماسكا في اتش كل ده هبل سي ده بالبندقو ما لهاش اي دعوة بالحوار يجي لها مين بقى يمسك فيها اهو 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 مش يبص بصوا البعض يمسكوا في بعض تيجي الان باللي شايلاء تيجي الان باللي شايلاء ادي شلنا الو اتش ودي الاتش وتكمل يا معلم بص كده اهو اهو وتكمل على الله حكايتك انت كده عملت ايه دايمر يعني حاكتين يعني بوليمر 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 جميل ولطيف ولزيز حلو بكلام الدنيا فلة مفيش مشاكل لغاية كده ابدا 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 طبعا انت عارف اكيد يعني انت متعلم معايا من الاساسيات ان النيتروجين تراي فيلنت لازم يمسك بتلات دراعات ادي دراع ادي الاتنين ادي التلاتة يبقى انا شغلي دقي وكده خلصتلك ازاي بنصنع بروتين فارجل الموضوع يكون مفهوم وايه الفرق ما بين الفا وبيتا وجاما بنصنع بروتين عن طريق الكوندنسيشن اهم حاجة تجيبلي مختلفين عارف لو حطت جليسين و جليسين لا انت كده مش بتعمل خلص ودي المية طلعت ميت فل وعشرة تغور في ستين داهية وعملنا البند ربطنا الاتنين ببعض كتطبيق اخير وما خلصت تعاليلي في قصة الانسولين فاكر زمان بسبب بيرزيليس كنا بنحاول نجيب الانسولين من الخنازير عشان الراجل ما كانش عايز يخلينا نشتغل العضوية لان بيعتبرنا كفرة وملاحدة لما فولر جيه بقى والعلم اللي انت بتدت تشوفه هي دي نبزة من نبزات العلم يعني فابتدى العلم اتفكر بقى انها تصنع الانسولين زي الانسان بالزبط راحوا جابوا عينة من جسم الانسان اللي ربنا خالقه اخر فقر انسولين عارف تلع معمول من كم امينو اسد 51 امينو اسد طبعا الطالب اللي مش مركز في المحاضرة طبعا هيعمل اللي بقى نفسه ايه ده ايه العكل للراجل الراجل تعبن ده مخه كمان خرف مش رجل اللي شادة يا عم بنقول عشرين نوع يا عم يا عم تليه تنيل ما احنا اتفقنا من عشرين نوع دول ممكن انقي العدد اللي انا عايزه وامسكهم بالطريقة اللي انا عايزها انت عارف لو انت علمه بتسأل ده لكن حققك علم الرياضة بس مش حققك عشان قلتلك انا مرايتك ضميرك الصارخ عشان تعرف خطأك وتعالجه اه انا شرحت كل ده عشان خطرك بتعلم علوم عارف الكلام ده كله ماشي فاحنا متفقين براحتنا تعالى خد المفاجأة عارف الواحد وخمسين استغل لنا كام من اللي ربنا خلقه ستاشر بس ستاشر بس فيه اربعة مش دخلين ليه الواحد وخمسين دول هنفترض الستاشر كان من واحد لستاشر الامينو اسد بقى سوري البروتين اللي اسمه انسولين نجيب رقم واحد مسك في ثلاثة هو تكوينه كده لازم تدرسه يا علماء الديان ايه يا جهابز جيناتكس يا حلاوة البيولوجي لازم تكون عارف دراسته فايه وهمسك واحد بعد كده ثلاثة بعد كده اربعة بعد كده سبعة بعد كده على حسب الترتيب جليسين ليسين تريبتوفان أرجينين ألانين ام مش عارف ايه تقدر تكرر تقدر تحط نسختين جنب بعض زي بعض في وحدات عملة تكرر هما 16 نوع ديفرنت ديفرنت انت تقدر تكررهم بالشكل اللي انت عايزه لعبة كور يا جماعة لعبة كور لعبة تزل فده التطبيق المهم جدا كده خلصنا فيديو النهارده ميت فل وعشرة قد يعني قلت كل حاجة عايزة قولها طبعا بس معلش نقاس في الحتة دي دي اللي عندكم في البيولوجي اسمها الديبيبتايد بوند الديبيبتايد بوند لما شلنا المية وحصل البوند الجديدة دي دايبيبتايد لان انا ربطت ما بين اتنين ماليكيونز اتمنى لكم كل توفيق احنا كده نقص لنا طلعة اخيرة طلعة الاسترز ان شاء الله هتكون متاحة بكرة وموجودة ويتبقى لنا فيديو أنا شايف بصراحة ان انا شرحت نصه نقص الادشن بتاع القلكين وبرضه هكون مطلع لا يكون في بعض الزيادات عشان تكون مميز وبيكون كده القصة خلصت كلها ان شاء الله يوم الحد باذن زاكره كويس الايام محتاجة شدة الايام بتمشي بسرعة شوية مش عايزين يتسرق مننا الايام ونكون جاهزين جاهزية قصوى وانا بعمل لك كل حاجة تتخيلها ولا ما تتخيلهاش بس انا ما اقدرش اخليك او اكبرك انك تذاكر ربنا معاكم ودعواتكم ان شاء الله الدنيا تمشي كويس وانتظروا فيديو الاستر بكرة باذن الله شد حلكم مع السلامة اشتركوا في القناة 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 from orange to a green. This is sometimes used to test for the presence of alcohols. When a primary alcohol is oxidized, it forms either a carboxylic acid or an aldehyde. When a secondary alcohol is oxidized, a ketone is formed. An aldehyde will be formed when the primary alcohol is oxidized and distilled. When ethanol is oxidized and distilled, the aldehyde ethanol is produced together with water. A primary alcohol can form a carboxylic acid if the oxidation is carried out by heating the alcohol strongly under reflux. When ethanol is oxidized in this way, ethanoic acid and water are produced. With secondary alcohols, such as propane-2-ol, the oxidation process is much simpler. The alcohol in an oxidizing agent, such as potassium dichromate, are simply heated together and a ketone, in this case, a propanone, is produced together with water. There is no oxidation process for tertiary alcohols. Tertiary alcohols are not oxidized, even when heated with an oxidizing agent. The acidified dichromate will remain in an orange color when added to a tertiary alcohol. The ability of primary and secondary alcohols to oxidize, in contrast to the inability of tertiary alcohols to oxidize, emphasizes the importance of how small differences in structure can lead to significant differences in reactivity. any additional interrelated interactions at least the PostsольExcuse прав. Do not share the severity. I'm glad we have the ability to pay attention think the depth of life's energy. That's out there. So thank you for giving Soul plantation. Thank you for happy. Amen.